مدخش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك أكتابة تجارة الحب والكراهية وكتائب الشائعة إبراهيم أهلا بك بشمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين ومعهد يتجدد معكم في حلقة الخميس من ملك أكتابة الحلقة التي تحمل الرقم السبعمية وثلاثة بدأها المهندس عدلي في اتجاهات كتيرة تقريبا لعبك ويرد ايه اللي حصل هو زمن زمن التجارة في كل شيء التجارة بالعواطف التجارة بالانتماء التجارة بالإدعاء التجارة بالكراهية بالشائعات هي متاجرة في كرة القدم بلغت أسوأ لحظاتها وأسوأ ظروفها وخلاص تاهت الحقائق في ظل هذه التجارة أستاذ إفراهيم إذن ده حديث هترجع له بفضل هترجع له ألا نكامل هنرجع طبعا ده حديث شرحه يطول فعلا لكن في هذه الحلقة هذه أبرز العنوين مقالي ومقاله شجاعة الإدعاء الغربال ومتى تفعل القوانين بعض متلسانه دروس في لحظة الأساء أشموع الحمراء عن العملاق وشجرة الحب وأسرار الملك عن نصر قرطاج وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة النهاردة قبل ما ندخل في كتائب الشائعات كتائب الحقائق في النادي الأهلي تعلن اليوم عن ثلاث صفقات مهمين جدا إن شاء الله لما لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي مع إدارة التسويت تستكمل كل ما هو جديد هتلاقوه إن شاء الله اتباعا من خلال النادي الأهلي وكل وسائطه الإعلامية سواء الموقع الإلكتروني أو قناة النادي في كل شيء هتلاقو الخبر الرسمي لكن النهاردة شيء رائع جدا إنه النادي بيعلن عن ثلاث صفقات مهمين جدا حسب تقديرات نجوم الكرة وخبراءها لتدعيم صفوف الفريق علشان تتأكدوا لما قلنا لكم من حلقتين تقريبا لو الأهلي خسر الدوري أفريقيا هترجع تنمي المغرب لأنه الأهلي ارجعوا لكل وقاع التاريخ لما فعلا بيحس إنه وصلنا اللحظة لابد من إعادة البناء بيكون التدعيم القوي والاستنفار الكبيرة مؤكد هي مسؤولية وعلى فكرة كسبت خسرت أنت دايماً بتفكر ماذا بعد أي ولو رجعت بقى لكلمة الكابتن الخطيب بزكات موجودة عندك هنقف معها كتير هي ملخصة كده عشان نشرحها في معدل طيب النهاردة كابتن أمير توفيه مدير التعقدات في النادي أعلن عن ثلاث صفقات مهمين أبرزهم من نادي الآلي وحصل على توقيعهم بشكل رسمي النجم الجنوب أفريقي بيرستاو ده جناح برايتون الإنجليزي انضم للأهلي لمدة أربع مواسم إذن بيرستاو في الآلي لغاية عشرين ستة وعشرين إن شاء الله اللعب أم بالتوقيع على كل الأوراق الخاصة بإنهاء إجراءات الانتقال من برايتون الإنجليزي إلى النادي الآلي وكمان حضر للقاهرة النهاردة أو قبل ساعات اتفع على كل الأمور الخاصة باستقراره في مصر حينضم للتدريبات وفقا للموعد اللي هحدده مستر بيتسو موسيماني عشان بسريعا نقول لكم الداتا بتاعة أو السيفي لبيرستاو ده جناح بيلعب في الناحية لمن وبيلعب في الناحية الشمالي هو جنوب أفريقي سنه 27 سنة القيمة التسويقية له 3 مليون يورو قيمته التسويقية النادي السابق له حتى الآن برايتون الإنجليزي لكنه كان واحد من أهم نجوم سانداونز لما عملوا المباراة الكبيرة ضد الزمالك في 2016 وفازوا بدور الأبطال فواحد كان من اللعيبة المؤثرة جدا مع سانداونز بعدها انتقل إلى يونيون وكلاب بروج البلجيكي وإندر لغتي البلجيكي أبرز إنجازات بيرستاو باشموندس هداف الدوري في جنوب أفريقيا حصل معه سانداونز على دوري جنوب أفريقيا مرتين حصل معاه على دوري الأبطال فاز معاه بكاسو السوبر الأفريقي وفاز ببطولة الدوري البلجيكي مع كلاب بروج تحب تشوف تقديم الأهلي لبيرستاو فضلا نشوف بيرستاو لعب دولة باشموندس 28 مباراة مع منتخب الأولاد سجل فيهم 7 أهداف صنع 5 ده في الدوري البلجيكي سوري 32 مباراة في الدوري البلجيكي سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5 مع المنتخب شارك في 28 مباراة سجل 13 هدف وصنع 3 شارك في 3 مباراة في الدوري الإنجليزي مع برايتون وصنع هدف شارك في 3 مباراة مع برايتون في دوري أبطال أوروبا صنع خلالها هدف خد 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا مع سنداونز كان سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4 وسجل 5 أهداف في كأس بلجيكا شوف مؤشرات بتقول أنه العيب مهم يعني هو كان كان معلوماتي أنا بقى أنه هو كان برايتون اشتراه من سنداونز وصنعه أعره للكلاب بروش وعمل موسم كويس مع كلاب بروش كل اللي إهمنا هيعمل إحنا معانا إحنا إيه إحنا يعني كميته هو واضح إنه العيب مهاري لأن كل الناس اتكلمت عليه وعن مهاراته نتمنى أن يكون يعني يافي بإحتاجاتنا ويعمل النقل اللي إحنا نتمنى مش عايز أعلي يعني التوقعات لدرجة أن نعمل عليه حمل أو خلي الناس تقيومه بشكل مش وقيعي دعنا نشوف بإذن الله هو يقدم نفسه إزاي معانا وربنا وفقه كون إنه اللي مرشحه واللي مختاره واللي موافع عليه واللي عارفه واللي حافظه بيتش موسماني أيو عشان جنوب ده يساعد كتير في حيساعد فيه إنه يعني يتأخلم يبقى عارف إمكاناته إيه أيوة ويبقى عارف استخدامه إزاي لكن خلي بالك إنه دي الأهلي الناس أنت عندك خمس محترفين عليين فإنت اللي يجي يبقى عالي آه يبقى عالي فبإذن الله يكون هو ده هو ده بإذن الله لأن طبعا الفترة الجاية مليئة بالتحديات المهمة طبعا مليئة بالتحديات المهمة طبعا والمفروض إنك أنت بتعمل أب جريد لمستوى فريقك عشان تبتدي تنقل طموحات التنافس على مستوى وليبل تاني طيب كابتن أمير توفيه كمان أعلن عن الصفقة التانية كشف عنها في التعاقد مع الموزنبيقي ميكي سوني ميكي سوني ده الجناح بتاع سينبا التانزاني يعني هو موزنبيقي محترف في تانزانيا الأهلي أعلن التعاقد معها رسميا لمدة أربع سنوات أيضا قال أمير توفيه إنه الأهلي أنهى كل الإجراءات سواء المالية أو الإدارية اللعب وصل القيارة من 24 ساعة مضى وأنهى كل ارتباطات أو إجراءات تعاقده ميكي سوني جناح سينبا التانزاني 26 سنة يعني إحنا بنتكلم في بير ستة وسبعة وعشرين ميكي سوني 26 قبل كده اللعب لأنديت سانداونز ودي نقطة مهمة جدا في العلاقة مع بيتسو موسماني الكيميا موجودة العلاقة موجودة الخبرة موجودة هو عارف قدرات اللعب عارف توظيف إمكاناته إيه فبالتالي نشوف إزاي النادي الأهلي قدم ميكي سوني لويس ميكي سوني ما عنديش كلام مختلف عن اللي قلته على بير تاو غير إنه ده شفناه وشفنا منه أمارات يعني ولأ وميكي سوني ظهر جدا مع سينبا في دور الأبطال السنادي ما أنا بقول لأ أنا بكلمك على الميكي سوني قبل إيه أنا بقول لك ما عنديش كلام أكتر من يقوله على بير تاو غير إنه ده شفناه وشفنا منه أمارات نفس الشيء يا هل ترى ماذا يمكن أن يحدث مع النادي الأهلي طيب ميكي سوني شارك في 14 مباراة في دور الأبطال وكان واحد من أهم لعيبة سينبا التنزاني شفته في خلال مشوار الفريق التنزاني في دور الأبطال وكان الحصان الأسود للبطولة شارك معاه في 14 مباراة في دور الأبطال سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف مع منتخب موزنبيق ولعب دولي شارك في 27 مباراة منهم 15 مباراة رسمية وسجل 4 أهداف في مباريات ودية إذن إحنا بنتكلم على تنشيط القوة الهجومية إلى أعلى مستوى إذا كان عندك إنت أجناحة موجودة تطورها إنت عايز تطور الأجناحة لأن إنت طريقة لعبك بتعتمد على الكسافة الهجومية وده اللي شفناه حتى في الدوري الماضي ده بكل الانتقادات اللي شفناها إحنا أقوى هجوم إحنا أكتر فريق عمل هجمات إحنا أكتر فريق صنع فرص إحنا أكتر إحنا لنا 16 كورة في القائم واللي يدهشك أن بكل أرقامك القياسية دي أنت مخدتش 18 ضربة جزاء يعني المنطق يقول إن بهذه الغزارة الهجومية أنت المرشح والمؤلت وعلى فكرة لو كنا أخذنا 18 ضربة جزاء كان اللي حصرني يكسرني بس الناس خليها خلينا في غمار الفرحة ده كلام تحليلي يتقال بعدين عندما تهدأ الأمور وحيبا موجه لأنفسنا مش مواجه لحد تاني فيعني برستاو مكسوني جناح الأهلي الجديدين المفروض إن شاء الله تعالى لمزيد من تفعيل القوى الهجومية اللي أنا قلتلكوا عليها لما الأهلي بيحصل إعادة شحن لبطاريات الطموح والأمل إن شاء الله تعالى زي ما حصل في 2003-2004 دخل الأهلي موسم 2004-2005 خلص الدوري قبل نهايته ب7-8 أسابيع وخلص دوري أبطار أفريقيا بدون هزيمة واحدة فاز بكل مبارياته في رقم قياسي تاريخي بس هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي يأخذ بالأسباب وإزاي ينطلق من اللحظة اللي البعض بيعتبرها لحظة تعثر بتكون نقطة انطلاق قوية جدا النقطة دي بقى أنا عايزة توقف عندها لحظة لأنه بتلخص الفوارق لماذا الأهلي لا يتوقف كثيرا في لحظة الانكسار لأنه دايما دايما ما بيخدعش نفسه دايما آه عندي تحامل وعندي أخطاء وعندي ظروف عكستني وعندي إجهاد وعندي وعندي وكان رغم كل هذا أمامي فرصة رغم كل ده إن أنا أعمل حاجة واحتكر البطولات كلها ضعت مني بطولة أقوم أتوقف أدرس وفكر في بكرة وعلى فكرة الصفقات دي ما تمتش النهار ده إنما المفادات بقى لها مثلا شهرين ثلاثة واخد بالك والترشعات إذن أنت وإنت في عزة تقلقك أنت بتفكر في اللي جاي وهو دي منتهى منتهى الصراحة والصدق منتهى العمل الصادق اللي بيجرك لقدام وده ثمرة العمل الصادق اللي بيجرك لأنه هي الفكرة المؤسسية للنادي الآلية الأمور دي بتمشي إزاي في لجنة تخطيط بتدرس بتقيم بتختار بتوافق في مدير تعقدات بيكلف بينفذ بيشتغل وفي رئيس النادي المشرف على الكرة أو المفوض من مجلس الدرب بالشرف على الكرة ينهي هذه الأمور باشمانس أيوه مؤسسة بتشتغل بالطريقة دي يعني هو لا جديد غير إنك الظروفك بتختلف قدراتك المالية بتختلف قدراتك التفاوضية بتختلف سقف طموحك سقف طموحك أنت دلوقتي مؤكد راح تجيب لعب من البريمير ليج ما أنت قبل كده جيبت رمضان صبح من لا رمضان ما أنا بقول ابنك ابنك بسم البريمير ليج يعني يعني اللي كان بقوله إزاي يسيب الدوري إنجليز ويجي النادي الأهلي لأن النادي الأهلي النهاردة أصبح ثقله في الدولي ثقله أمام المحفل العالمي والأوروبي تحديدا والله لو رحت جبت من دور برزين عجيب اللي أنت عايزه إنك أنت لا اللعبة بتقول ليه لا ما رأش النادي الأهلي أنقل طموحي واكسب بطولات وده اللي بيحصل وبإذن الله نكمل على هذا النادي إذن أنت لمست نقطة مهمة جدا أنت رايح تجيب لعب من البريمير ليج أنت متخيلين إنه لاعب ييجي من أفريقيا يحترف في الدوري الإنجليزي فلما يطيرد عليه النادي الأهلي خاصة أنه حتى لما برايتون أعاره أعاره لبروج البلجيكي علشان يكسب معاه الدوري البلجيكي متخيلين إنه فيه لعب يقبل ييجي المصري خلاص يعني إذا كان جيره مدام صفحي أو أي لعب مصري إنه في النهاية بيرجع لبلده وبيرجع لبيته وبيرجع عنده أسباب كتيرة للعودة لكن بيرستاوي اختار النادي الأهلي عن الاستمرار في البريمير ليج اتكلم عن كده واحد من النجوم المصريين اللي خدوا التجربة في الدوري الإنجليزي أحمد حسام ميدو في برنامجه لما تحدث مع الزميل الصحف محمد فاروق عن صفقات الأهلي وصلت لهذا المستوى الزي نشوف هل تتكلم عن الأدوار اللي بتتعاقب مهمة مع الأهلي فرون كمهمة إكلام صفقة بارسيتا لو حصلت رسميا هتبقى مقلة مهمة جدا جدا لفلسفة الصفقات فلاصلة بشكل عام في البداية لما كان بيتقالي الكلام في البيديا أو كل جل ما احنا أخبار يعني لما صدرنا أو أن الأهلي بيتكلم مع بارسيتا أنا كنت بقولي ولد هيرفض يعني دون تفكير بالعجز ده هايحسن لي مويلة بالفعل عم كاس العلم الاندية مدرب عرفة كميز هايحسن لي الأهلي طبعا طبعا النادي كبير منادي في أفريقيا الطوبو وفي شرق الأوسط وعمل صنع عظيمة جدا حتى في المسخة الأخيرة في كاس العلم الاندية لكن احنا بتتكلم عن اللعيب في برامر اللي إن الأهلي يقنع ده نجاح كبير جدا لأن الأهلي يميته دي فعلا نقمة في الكواليتي بتاع الصفقات في البروفايل اللي بتاع الدعيب اللي الاندية المصرية بتجيبها الحقيقة موانس اللي الصفقة دي تتامل ويتم الألالها العسماية لازل الناس كلها تحيي نفس إدارة الأهلي اللي فعلا قدر ينقل صفقاته بالشكل ده بس أنا عايز أتكلم في الوقتين في التالي ما معك في كل كمي انت بتقوه مش يعني جنان ولكن أنا بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي جايلي عندر لخت وجايلي للأهلي وقالي على الكاس عام عنده أنا عمدي الفن بيحبني ونادي عنده تاريخ كبير في أفراقيا وقاعدة منهرات بيها ترى أنا أختار الأهلي هو قال أنا يعني توقعت أن يرفض رغم أن الصوت مش إنما استنادا إلا المتابعة السابقة أنا لو كنت يعني يعني تعرض علي ممكن أجي بالدورة الإنجليزية عم نادي الأهلي وكان هذا ممكن وكذا يقول أنا لو معروض علي أندر لخت البلجيكي معروض علي عرض من نادي الأهلي اللي حيشارك في كاس العلم للأندية وفيه مدير فن بيحبني وفيه قاعدة جماهرية كبيرة زي اللي في النادي الأهلي هختار الأهلي ماشي أيوة هو نفسي ميد وخضع هذه التجربة قبل كده أنه حكيت لك القصة وارد عليه الأهلي كده كده يعني كده إيه بقى ما خلص من حكيتها لا حكيتها قبل كده مش هي مجالها يعني إنما لمجاله بقى إنه قال لك أنا توقعت وده اللي أنا بقوله لك إنه لعب الدوري الإنجليزي يسيب الدوري وييجي توقعت إن بيرتتوي يختار الأهلي لأ قال لك أنا توقعت إنه يرفض بس هو لما فكرت فيها لقيت لأ يرفض ليه ييجي وهو شايف إنه هيعمل إضافة جيدة للنادي الأهلي هو قال لك ناقلة يعني دي ناقلة نوعية كبيرة جدا وزي ما قلت لكم ده مزيد من التأكيد على قيمة الصفقات اللي النادي الأهلي أعلنها النهاردة اللي كان التالت منها بقى لعب صاعد مهم جدا عنده قدرات متنوعة كريم فؤاد لعب نادي النجوم اللي كان معار لإمبي ونجم المنتخب اللي لومبي في توكيو الأهلي أعلن التعاقد معه لمدة خمس سنين قال الكابتن أمير توفيق إن اللعب أيضا أنهى كل التوقعات الرسمية وبات لاعبا رسميا في النادي الأهلي كريم فؤاد سنه 21 سنة إذن بنتحدث بقى عن حسابات المستقبل شوف 26-27 ده بيعتبره قمة اللاعب لا ده يعني دين مفروض بأزهد سنوات عمره أيضا 21 سنة هي السنوات الواعدة التي عندما تمتلك موهبة تش ورغبة والتزام وانتظام تش بإنك أنت ممكن تكون مشروع لعيب جيد أنا شاف المواصفات دي في كريم طيب نشوف الأهلي إزاي أقدم كريم فؤاد لعيبه الجديد ما احنا قلنا رأينا في كريم وأنا واحد من الناس اللي لما اتفرجت على كريم لقيت عنده شيء مختلف شوي عنده نسق في لعبه بفكر يعني ما بلعبش مش عشوائي وعنده حاجة تخصه إزاي عدب الكورة إزاي كل دا متوقف على إيه على مدى إن شاء الله التوفيق التزامه وانتظامه وقابلته لتطور والتوفيق وهنا بقى يا جماعة هنا جمهورنا بقى من فضلكم عندنا ثلاث لعيبة كلكم كنتوا عايزينوا محدش يعني كلنا كنا عايزينوا من فضلك الصبر الهدوء المساندة دون مبالغة ودون بقى إيه توقعات تحطوها انتوا في دماغكم ها وتحاسبوا عليها سيبوا والناس بتشتغل بهدوء وبتشتغل صح ربنا وفقنا جميعا والأهل يخصنا كلنا الحقيقة السماء الواضحة في الصفقات التلاتة الكبار المرونة عنده كل واحد منهم كل واحد منهم عنده قدرات يلعب في أكتر من مكان يعني لما يمين وشمال أو مكسوني الاتنين أجنحة دا يلعب يمين وده شمال وده يلعب ده شمال وده يمين كريم فؤاد في ناحية الدفاع يلعب باك رايت ويلعب باك ليفت وده نقطة مهمة جدا لأنه المركزين بيحتاجوا تدعمات وقادينا شوفنا فيه فترات كتيرة جدا كانت الناس تفتكر أن الأهل عنده ثلاث بدايل في الناحية اللي مين في فترات ما كانش يلاقي لعب مين لأنه أنت بتلعب عدد كبير من الماتشات لقال للاب تلاتة وسبعين مباراة في سنة ميلادية من أغسطس لأغسطس لعب تلاتة وسبعين مباراة رقم سنة كاملة ده كان حمل بدني غير طبيعي بالمرة عشان كده إذا هذا الحمل أنا بس هبو أنت بتتكلم على الحملة أستاذ إبراهيم في حاجة احنا ما بنحسبهاش احنا سفرنا حوالي ثمان مرات أنا حسبته كل سفرية اديها يا أخي يومين رايح جاي رايح جاي يبقى بتديها كام من ثلاث الاربع أيام يبقى أنت على الأقل في خمسة وعشرين يوم بتقضيها في الهوى أو في المطارات أو ترانزيت أو بتاخد مسحة أو بتوعف الحجر من خمسة وعشرين لتلاتين يوم في خلال هذه الفطرة مش مسألة حاجة وسبعين مباراة فأنت بتعيش هذه الأجواء يعني موظم المباراة وراها رحلات سفر طويلة رحلات وما يترطب عن رحلات وضغوطاتها و أهمية مسحة رايح مسحة جاي حجر رايح حجر جاي تعليمات رايحة تعليمات جاي اختلاف في المناخ اختلاف في التحدي اختلاف في الظروف اختلاف في الضغوط ده جزء ده جزء فمنما نقول النادي الأهلي يعاني من الإرهاق هذه ليست حجة تعرفنا النهاردة بالصوت فقابلت لأستاذ مجد شمس الدين السوداني ده كان رئيس الاتحاد السوداني وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكذا سنة كنا بنتكلم على الظروف بتاعت الدور المصري وعلى اللي النادي الأهلي مر به فقال يا جماعة هو ازاي الناس مش وقدة بالها انه فريء الأهلي ده لعب بطولتين دوري أبطال أفريقيا في سنة واحدة الاتحاد الأفريقي لما لضم البطولتين في بعض عشان يقدر يعدل الموعيد كان على الأهلي أنهى دور الأبطال فاز بالتاسعة بعد خمس ايام بدأ مشوار العشرة فانا انت تلعب بطولتين في سنة واحدة مرضمين بهذا الشكل وتفوز بهم دي مسألة بدنية في منتهى القصوة انت لو ترجع بقى في الموسم السابق وهي ومهد للموسم اللي احنا خدناه اللي فات ده ها ها ولكن البطولة الأفريقية هتبقى مختلفة لأن ما فيهاش انت البطشاتة دخلة ببعضها ها يعني النهائي داخل مع البداية بالزبط فانت انت عشان تلعب تاني علميا عشان نلعب بطولة جماعة بتطلع بالكرب عشان توصل لأعلى معدلاتك أثناء البطولة تنافس تاخد البرونزية ترجع تاخد المشوار الافريقي والمحل الجديد فهذا كلام من ناحية العلمية لابد أن يتوقف الخبراء أمام تجربة النادي الآلي كيف استطاع النادي الآن يخرج بهذا الموسم بالشكل ده أنه يلعب مثلا ست بطولات ها يكسب خمسة أمام انت 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 ولسه على فكرة لسه فيه سوبر مصري اي ها عن الموسم الماضي ولسه فيه سوبر افريقي اي قادم يعني لسه فيه بطولتين ما عناش عارفين هيتلعبه امتى فانت انت هذي كل هذي التحديات مع فكرة ان النادي الآلي لما بيلعب بطولة لازم ياخدها وان الناس بتحاسب على البطولة يا سيد إبراهيم اللي انت بتفقدها مش البطولة اللي بتاخدها يعني خلاص انت تقريبا لا تحتفل باللي بتاخده انت لعبت سبع بطولات خدت خمسة وخدت تالت العالم بالبرونزية وخسرت الدوري يعني الحساب ستة واحد اخسرت ولا اخسرت اخسرت بس هي الحساب كده ستة واحد لا هي بص عشان يبقى سيبك من الكلام ده وطبع خسارة الدوري فيها اسباب عديدة احنا قلنا الشئ الذي يخصنا يخصنا يعني هو ده هنعترف به لكن برضو جزء من الشئ اللي خصنا له مبرره في ان اجهاد غير مسبوك لكن برضو كان ممكن لان فيه السواني الاخيرة دي يعني كان ممكن نعديه ثلاث مطشات في السواني الاخيرة كانت كفيلة انها تقلب المقيس كلها اي لكن انت الذي لا يخصنا هنعمل في هنكشفه ده كل اللي نقدر عليه ونترك للإدارة التصدي لهذا الأمر و يعني محاولة او او العمل على الا يتكرر هذا الأمر كابتن محمود الخطيب قرر تفويضك كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة والمشرف على قطاع كورة القدم أو المدير الكورة لحضور اجتماع اتحاد الكورة يوم الحد اتحاد الكورة داعي للجلسة يوم الأحد لمندوب الأندية كلهم الأندية الدور الممتاز الثمنتاشر لاجتماع بمقر الاتحاد بين الجبلية للنظر في بطولة كاس مصر هتلعب تتلعب ولا لا هتتلعب بأنهي قوائم موعدها تبقى ازاي كل ما يخص مسابقة الكاس مطروحة على مئدة اجتماع اتحاد الكورة يوم الحد ان شاء الله وايضا النظر فيه ترتيبات الموسم الجديد كابتن خطيب فوض كابتن سيد للحضور وطلب منه بحث الأمر من كل نواحي بحيث ان انت لما بتقعد على الترابيزة انت عندك وجهة نظر النادي الآلي بالتحديد هي ايه في كل ما يطرح على مئدة الاجتماع الحقيقة سيد عبد الحفيز ما يتعرض لضغوط فضيعة جدا شأنه شأنه كل عناصر الإدارة والمنظومة في النادي الآلي ما فيش يوم ما فيش شائع عن سيد عبد الحفيز يوم المقصود منها ايه هزة ثقة ولخبطت الكابتن السيد اللي واضح انه هو لا أقوى من هذا بكتير لكن كمان العبت في العلاقة بينه وبين فرقته لان برضو تم تقولي مدير الكرة حيقعد مدير الكرة حيمشي مدير الكرة مش عارف ايه مطلوب للتحقيق مطلوب للايه طب وانت بتتكلم على إشعات مدير الكرة حيمشي ورئيس النادي كابتن خطيب بيفوضه أنا ليه بعلق على هذا هو محل ثقة مطلقة وراجل بيقدي وخلي بالك اي عنصر لا بص بقى يا شباب اي عنصر النهار ده هتطلع عليه إشعات او حيهاجم او هتقال عليه كلام اعرف ان ده عنصر قوي يجب التخلص منه بالنسبة للمنافس المنافسين هو اللي مش عجبهم تفوخ النادي الأهل بكرة الأهل بيختتم الدور الممتاز بكل ما فيه من تفاصيل حضراتكو حفظتوها لا طلاطة لكن بكرة المباراة الختمية للأهل مع أسوان مستر بيتسو موسماني اختار القيمة اللي داخل بيها المباراة فيها 21 لعب بتضم محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهم ومحمود متولي ورامي ربيع وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بنون وقاليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم ندفد وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شبير وحمزة علاء وأحمد توفيق وأحمد طرق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوك هنا يتلاحظ أكرم توفيق أكرم توفيق وأحمد طرق سليمان أكرم توفيق وأحمد طرق سليمان أحمد طرق سليمان حارس مرمى وعد جدا ووائب كابتن طرق سليمان حارس ومدرب حراس الأهل السابق ملاحظة أن فيه عدد لبأس به من الناشئين فيه مصطفى شبير وحمزة علاء وأحمد طرق سليمان الثلاث حراس إذن مفيش الشناوي ومفيش عالي لطفي فيه فرصة للثلاث حراس الشباب شبير وحمزة علاء وأحمد طرق سليمان فيه كمان محمد محمود بعد تعفيه وبعد تنفيذه برنامج تأهيل كامل مع الفريق وخوضه تدريبات كتيرة هو وكريم ندفد الاتنين موجودين أحمد نبيل كوكا أيضا من العناصر الصعيدة وبقية العناصر زي ما شفت المحتفظ ببقية القوى الضربة يمكن بخلاف مركز حراس المرمى شوف هو دلوقتي مسماني والنادي الأهلي بين نارين إنك تلعب للرمق الأخير أي لأن الأيام القادمة ستكون كشفة لموضوع ما هو أنت مطلوب منك إنك تخسر نقدم واحد يجي يقول لك الله يعني والناس حتتحم عليك ما أنت خلاص بمجرد ما ما خسرت نقطة الإسماعيل وإذا مالك بيكسب ما الدوري راح لا الأيام القادمة مطلوب إنك تقسر أكثر من ست نقاط أكثر من ست نقاط ده المعنى في بطن الشاعر أتصور أنها هتكون كشفة ننتظر عموماً بكرة الأهلي بيلعب الأصوان في التاسعة وإذا مالك بيلعب البنج يعني بص يا صدر مريم عشان يدقى بقى من باب الإحتيام يعني خلينا نسميها إيه من باب الإحتيام إذ ربما إذ ربما فإن خلينا فإن صايد يعني خلي الفرق يستحل طيب يوم السابت هيختتم الدور الممتاز آآ 2020-2021 سموحة يلعب مع المقاصة وبرمز مع غازل المحلة والمقولين مع الاتحاد الإنتاج مع وادي دجلة الاتنين هبطوا وإنبي مع الجنة أنتوا عارفين أنه هبط رسمياً أصوان والإنتاج الحربي ووادي دجلة ساعد طبعاً زي ما كلكم تابعتوا فارقوا كوكاكولا والشرقية للدخان النهاردة كابتن حسام البدري وده بقى التحدي الكبير أعلن قائمة المنتخب اللي عندها مباراتين في منتهى الأهمية 1 سبتمبر 1 تسعة هنا مع أنجولا السفر الثاني يوم على طول 2 سبتمبر إلى الجابون عشان يلعب منتخب الجابون يوم خمسة يبقى يوم واحد ويوم خمسة مباراتين واحدة هنا وواحدة في الجابون ودي تصفيات كأس العالم طبعاً متابعين أزمة لعبة المنتخب المحترفين محمد صلاح وإنني كابتن حسام حطوهم في قائمة المنتخب اللي ضمت 27 لعب بس حتى الآن ما فيش فرصة لحضورهم كان فيه كلام كان فيه كلام كده مش عارف مدى صحته أنه ممكن ماتش الجابون يشرح لمحمد صلاح فيه يعني حتى الآن الموضوع كبير كبير لأنه السلطات الصحية في بريطانيا عاملة قيمة بخمسين لاعب ممنوعين من المغادرة ليه؟ لأن الدول بتاعتهم مصنفة في الريتزون أو المنطقة الحمرة فيما يخص جائحة كورونا البرازيل منتخب البرازيل عنده 19 لعب في الدور الأوروبي ممنوعين أن نروح يلعبه الاتحاد البرازيل عمال يستغيس بالاتحاد الأوروبي الفيفا النهاردة تدخل وطالب الاتحاد ربطة الأندية الانجليزية بالإفراج عن اللاعبين والاتحاد الأفريقي دخل على الخط وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على ربطة الأندية المحترفة الانجليزية علشان يبقى فيه صيغة ماء الدول تبدأ تستفيد من إمكانات أبنائها فدي أزمة كبيرة أكبر من أزمة احتياج منتخب مصر لصلاح والنني لكن القائمة مبدئيا كابتن حسام البدري بيتعامل مع الأمر اعتمادا على اللعبة المتاحين في الدور المصري أو المحترفين يمكن حجازة في الدور السعودي ما فيش مشكلة في ضمه القائمة اللي اختارها كابتن حسام البدري فيهم صلاح والنني زي ما قلتلكم لكن بقية العناصر يمكن فيه تسع عناصر من الأهلي القائمة كلها بقى محمد الشناوي والهانس الليمان ومحمد أبو جبل أكرم توفيق باهر المحمدي عمر جابر أيمن أشرف محمد عبشافي أحمد أبو الفتوح أحمد حجازي محمود حمد الوينش علي جبر طرق حمد عمر السلية حمدي فتحي حسين الشحات أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي رمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشا ومحمد صلاح وإن الني يعني قائمة جيدة في حدود الظروف اللي إحنا فيها وربنا سهل نتمنى أن المنتخب مصر يحالفوا التوفيق بإذن الله ونشوف كاس العالم الجاي بإذن الله كل التوفيق للمنتخب في المباراتين ويبدأ يواصل مشواره إن شاء الله للتأهل هنطلع الفاصل وبعد الفاصل كلام مهم عن شجاعة الإدعاء أهلا بحضركم جديد شفنا تدعمات الأهل القوية وثلاث صفقات مهمين جدا بيستهل بيهم الأهل مركاته ساخن جدا علشان يواصل تدعيمه وفرقته ويواصل الوفاء بكل التزاماته واحتياجاته وأيضا بتعاهداته على إسعاد جماهيره لأنه اللي شاف اللحظة بتاعة التعاهد بين كابتن الخطيب واللعيبة اللي هنقف عندها كتير النهاردة يطمئن جدا على اللي جاي بإذن الله ده كان مهم جدا في بداية دفتر الأحوال لكن يبقى الكلام في ضربة البداية دايما معه مقالي ومقاله عن شجاعة الإدعاء وشجاعة الإدعاء كده ببساطة أنا أقدر أدعي على أي حد أي حاجة بس لو عندي الشجاعة الكافية هدعي عليه قوي وهقلف قوي وهقل على نفس اللي أنا عايزه وهقل عليك اللي أنا عايزه برضه طبعا يعني مثلا هترجعني بقى للكلمتين اللي أنا قلتون في الأول الدبل كيك اللي عملت اللي هي تجارة الحب والقرهية وكتائب الشائعات هو نفس تقريبا اللي أنت عايز تتعرض له يا سيدي أنا مش قادر أفهم إيه معناها إن كل واحد عايز يبين إنه هو الأكثر حبا لمن ينتمي إليه إيه المعيار إيه المقاربة اللي إحنا حطين نفسينا فيها دي شجاعة الكراهية أو تجارة الكراهية دي إحنا شايفينها على عينك يتاجر كل واحد عايز حاجة من نادي يهاجم النادي الأهلي ويتاجر بكراهيته وانطلقت خلال 3-4 الأيام الماضية إلى أقصى مداها حقيقة يعني شيء غير مسبوك في الرياضة المصرية لأن اللي حد يفعل قوانين ولا لوائح الرياضة اللي بتخلي فيه انضباط في الوسط الرياضة ما فيش انضباط في الوسط الرياضة تكسب بدل ما تفرح تقعد تشتم في النادي الأهلي تلقى على النادي الأهلي يعني تتاجر بكل ألوان وما زاد بقى مفتوح مين بيكره أكتر طيب ده اللي ما بيحبكش المشكلة في اللي بيحبك هو احنا اللي ما حب النادي الأهلي لأن كل واحد يطلع نظر على التاني سيد إبراهيم القول بأن احنا حد بيهددنا وبيهدد قصارنا وعندنا قصر يعاني نخاف عليها ومعزورين فلان وفلان وبعدين هو في عز يعني سطوة الأمن كان بيقول ايه وكان بيعمل ايه ماشي خليك في حالة قول كل الوقاعة اللي تخصك لكن لحد هددنا حد هددك ويهددك ليه احنا بتكلف في الرياضة احنا بلدنا بلدنا جماعة حلوة قوي طبعا وبلدنا راقية قوي طبعا وبلدنا ممكن نغيز بعض ممكن مسؤول عن الرياضة او مسؤول عن اتحاد او مسؤول عن بتاع ناخده ند لا يعني يكله موقفي كله بتاع يخسن منك فلوس عشان قلت حاجة ما هو دي الضغوط لكن عندنا أسر يا سلام كلنا عندنا أسر الحمد لله مش فاجأ ينعموا بكل بكل ما تقدموا هذه الدولة من عمل دقوب وجاد وفرص بتتاح صحيح إنما يعني حنزيد على بعض بقى ويبني الشكل إن هو يعني صعبانين عليه لا ما صعبش عليه غالي إحنا نحب كل واحد يحب الأهل بطريقته ابعد بطريقتك عن طريقتي أنا لا أفرض اسلوبي على أحد ولا أدعي إن أنا يعني لأن تحب النادي الأهل عايز تشتم عايز تهاجم عايز تلقح عايز يعني إنك أنت تحب النادي الأهلي بإنك دايما دايما لا تتفوه إلا بالإسلوب الذي يستحقه النادي الأهلي عايز تعمل كده عايز تعمل كده عايز تعمل كده إحنا مش داخلين مزاد مين بيحب أكتر ومين بيكره أكتر لكن كتائب الشقعات أقصى ظهرهين كتائب الشقعات دي خطيرة جد قبل ما نطلع لكتاب الشائعات لأنه برضو في جزئية شجاعة الادعاء دي ملكو اكتبع جماعة النهاردة الحلقة 703 وأعتقد كل جمهور البرنامج والحمد لله ما أكثروا وما أوسعوا تقريبا حفظين سياسة البرنامج مسئولية البرنامج وأمانة البرنامج أعتقد ملكو اكتابة كان دايما وأبدا إحنا أكتر ناس نتكلمنا عن تحكيب أكتر حاجة عن حالات التحكيب الثقة الكبيرة اللي بين ملكو اكتابة وجمهور الآلي نزعم إن عندنا قدر من الثقة لدى الناس وقدر كبير الحمد لله من مسئولية الرسالة اللي احنا بنقديها نتمنى إن احنا نكون كده لكن فكرة إنه البعض يعتقد إنه علشان ملكو اكتابة يتحول إلى ما يشبه السقف المفتوح المرفوع فيقول في الهوى يا ليل ويكسر في كل الناس ويسيلوا كل الناس ويشتب الحكم فلاني ويتريع على الحكم العلاني دي لكانت سياسة ملكو اكتابة ولن تكون ولا سياسة قناة الاهلي سياسة قناة الاهلي من أول ما بدأت والحمد لله كل الإدارات المتعاقبة عليها تتسق وتتسم دايما وابدا مع سياسة النادي أنت بتتكلم على قناة الاهلي بكل ما يحمله معنا قناة الاهلي من مسئوليات وانضباط وأمانة والتزام بالواجب الوطني الاهلي جزء غالي من الوطن الأغلى والدفاع الشارس عن حقوق الاهلي لكن حقوق الاهلي عمرنا مفرطنا ولا حنفرط فيها يوم ما مفرط في حق النادي الاهلي مش هتلاقونا موجودين لكن الدفاع عن الاهلي في الحق والدفاع عن الاهلي بما ترتضي ضمائرنا وبما يتحقق مع سياسة النادي وسياسة القناة وهي سياسة واحدة يتقال الصمالك وكتابة ما تكلمش في التحكيم عشان قالولهم ما تتكلموش في التحكيم مين اللي قالولهم يا جماعة مالك وكتابة الحلقة اللي قبل اللي فاتت كان المهان سعدل في الظروف منا كانت في المستشفى على مدى ثلاث ساعات ارجعوا للحلقة بتاعت اللي قبل اللي فاتت هتلاقونا كان الخميس اللي فات تقريبا ساعة ونص من الثلاث ساعات كانوا عن التحكيم تفصيليا لقطة بلقطة الخمستاشر نقطة اللي التحكيم أهدرها من النادي الاهلي شفتوا وقائعها على الشاشة التسع نقاط اللي أهدها التحكيم للمنافس شفتوا على الشاشة وفي كل الأحوال استندنا إلى وجهات نظر المحللين الآخرين اللي مش في قناة الأقل في قناة أون النقلة للبطولة ده كان ملك وكتابة فما كنت الشجاع يوم الخميس اللي فات والشجاعة من سوبها قال عندي الاثنين اللي فات أعتقد هو الاثنين اللي فات يا سيد زفريم إيلا حاصل إحنا قلنا مش هنتكلم في تفاصيل سبقة أن تحدثنا فيها إحنا وكل البرامر وإحنا اللي ابتدينا الحديث نية ولكن كل البرامر ده معنى كده أن احنا نكرر نفسينا اللقطات حتى فكل اللي قلنا إيه أولا الدخلة كانت إيه وجارت الأمور كما خططة له وجه كحال عماها نقشنا بيان اتحاد الكرة قلنا كيف أن هذا البيان فيه إيدانا صحيح أن المسألة ليست مجرد عدم كفاءة لا ده لما تقول دول في منطقة الكفاءة لم تبقي غير فيه تراصب حنقولي تاني أما مش عايزين مش عايزين إلا زا كان اللي نقل نقل للي ما شافش واخد بالك ودي مش قصتنا ولا هتشغلنا إحنا يا جماعة إذا كان في رأيكم إن الهدف من البرنامج أن إحنا نشبع نهم الناس اللي عايزة تحفل على بعضها والناس اللي عايزة تكيد بعضها وإحنا عايزين نوصل إلى انتزاع حقوق الأهلي وإثبتها وهذا ما فعلناه بلغة نحاول إن الناس تحكينا فيها لأن إنت لما تشوف حتى النهاردة حتى المنافس بتاعك مشجعين وابتدوا يقولوا إيه على اللغة في ناس عقلة وناس مدركة القيم الرئيضية عايزة تأخذ الناس كلها في سكة اللغة هو أنت لما إيه معنى إنك إنت لما تكسب تشتم ولما تخسر تشتم أو تهاجم لا هذه ليست شجاعة الشجاعة إنك إنت تتحمل مسؤوليتك وتكون صادق مع نفسك ما يخصك من هذه المسؤولية تشاور عليه وعندما يعتدي أحد على حقك بمنتهى الصرامة والقوة تشاور عليه هذا بالضبط ما حصل في هذا البرنامج كنت بتكلم على كتائب الشائعات اللي دحكك بقى من ضمنها الكابتن ساد عبد الحفيز اه اشوف الضغط على الكابتن ساد عبد الحفيز اه واخد بالك اي حيتوقف ماشي مطلوب إبعاده الضغط على الخطيب مش عارف ايه وعدين يكلف لأخر لحظة بمثل نادي طيب موسيماني احصر كده الاسماء اللي قال موسيماني مش عايزها تقريبا 70% من الفريق ده في توقيت هو مقصود ما فيش حاجة بتتعمل عشوائي وعدنا المعلومات اطلع فلان الفلاني اضغط عليه بكذا البرنامج الفلاني اضغط عليه بكذا القرار الفلاني اضغط عليه بكذا واخد بالك انت انت يعني المسألة واضحة وانا فيها انا كل مرة بقول ايه انا بوجي حديثي للمنافس اي لا انا بوجي حديثي دلوقتي لجماهيرنا اي عايزين كلنا نبقى شايفين الكلام ده جماعة لان دلوقتي الضرب بقى فيه اعلامنا خلاص خلصنا مننا في اعلامنا انه مكمم وانه ما بيقولش لا 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 ما لنناش دعو بالليلة دي اه اه شغل اه كونك بقى يجيلك لحظة وقولك ما تنجرفش للغة ما تستدركش اه 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 احنا واخدين بالنا مش محتاجين حد يقول لنا لان هي دي سوابتنا ومسؤوليتنا وادراكنا 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 ان المسألة ياخد انت شبعان واللي بيقع منك بيشبع ده انت شبعان قوي ده احنا ناس اه بيقلمنا لان نتعودنا وهو في جماهير من الاهل كتير يا كابتن عالي والله اصلاح مش متعودين على القصار اقوله طب تحب تبادل يتحك يعني انت عشاد ما تتقلمش عايز بقى تستنى كل كم سنة جيبلك بطولة اه ماينفعش يعني خلينا هي دي شجاعة على فكرة ده جزء من شجاعة مواجهة الامر الواقع اه طبعا انك تعترف اني هتيجي لحظة هتيجي لحظة دماتك الرياضة وانت لما تكون عايش المناخ ده كله واللحظة دي تيجي في اللحظة دي اما اللي انت هتيجي بعد كل ده تفقد اللقب وانت بتعاني من الايجاد وانت بتعاني من الجدول حتى ترتيب الجدول وانت بتعاني من القرارات يا سيدي هنعتبرها الاخطاء سوب اختنى يا سيدي سوب اختنى يعني سوب اختنى ان الاخطاء كلها ضدك او معظمها ضدك سوب اختنى ان غيرك كل الشكل صالحه ولكن انت كل الشك ضدك واللي مش شك واحيانا لا تزم خوفا من معرفة الحقيقة طيب هنرجع لها تاني لكن عايزة اتمنكم بالنسبة لبطولة افريقيا الكرة اليد اللي مقامة في المغرب الاهلي كان استهل مشوارة فيها في دور المجموعات فاز على سقوط ريمة النيجيري ستة واربعين ستة وعشرين وفاز على ريدستار الافواري خمسة واربعين ستة وعشرين ما شاء الله دابل اسكور في المباراتين المباراة اللي جاية يوم السابت هايبها مع فاب الكاميروني معنا على الهاتف من المغرب الكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد في النادي كابتن ياسر مساء الخير لا شوفوا مشكلة التليفون بسرعة كابتن ياسر يا ريد تسمعنا من التليفون بقى يا كابتن ياسر أيها مساء خير مساء النور يا كابتن كابتن ياسر كابتن عدل يا سامح حضرتك بساتك تان تحياتي وتحيات السادس إبراهيم منيسي بساتك يا سيد باهيم ازاي حضرتك أهلا بك يا كابتن ياسر وألف مبروك الفوز بالمباراتين وقلنا أجواء البطولة عندك ايه والله الحمد لله يعني السرعة عملت نقصين حتى بقى بأداء عالي مركزين الولاد من الأول سياعة في النقصين وده يمكن وضح في فرق الاشكور صحيح فيعني الحمد لله لأولاد مركزين حاجة عادة طبعا نحن عادين بنضام الفقاء هنا مفيش خلوق عادين في قندق ما بنخرج شيء بننزل استدريبات بنرجع ثاني بإذن الله مبارات فابي يوم السابت مش كده؟ يوم السابت إن شاء الله المجموعة الثانية أخبارها إيه أبرز الأول فابي يا كامتن ياسر هو فرق أصعب الفريتين اللي فاتوا ولا زيهم؟ بالضبط لا هو أصعب صحيح الكاميرون مش كاميروني هو؟ آه الكاميرون أحسن يمكن إحنا المجموعة الثانية فيها المغرب وفيها الفري الأنجولي وفريتين أقوية يمكن القردة كان فيه مصر كان بشين سجل جن بجن آآ كان المصر اللي بعدين أخلص فرح جن للمغرب فتعريبا كده الصوف مع عاصل إن شاء الله من الدغرب لأول المجموعة والفرعة الثانية في جن جولة آآ حضرتك عارف طبط المريض أنجوليا أنجولا تقدمت خطرة في رياضي بسكتة آآ تقدمت جدا آآ تقدمت خطرة في فطرة اللي فاتر بس إن شاء الله ربنا ساحل البطولة تختتم إمتا إن شاء الله جابته آآ يوم الجمعة بإذن الله وترجعوا ان شاء الله تستعدوا المطش الزمالك كاس السوبر عشرة تسعة. نرجع. نرجع يمكن راجع تسعة بإذن الله. يكون يوم عشرة تسعة في مبراط آآ بطولة كاس السوبر المؤهلة لكاس العالة. الكاس العالة ما تبقى في السعودية الفايز من الآل والزمالك هيشارك فيه عشان يلعب برشلونة. آآ دايما بطل افريقيا اللعب بطل اوروبا كده فان شاء الله يعني. ان شاء الله نلعب علي زين بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. آآ كابتن ياسر الماتش هيبقى في مصر بتاع السوبر ها? آآ مصر آآ ان شاء الله عشان كريتين من مصر آآ آآ في صالة الدكتور حسن مصطفى في اكتوبر. آآ طيب والتحكم هيبقى مصري ولا من الاتحاد الافريقي? والله البطاقة اللي هيبقى من الاتحاد الافريقي. انا ما لسه ما ما حصلس اي تواصل او الا الحصل. انا ان شاء الله. انتو طبعا ملتزمين بكل الاجراءات الاحترازية عندك. اه طبعا يعني 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 مش حاجة اقول حاجة احنا اه اه ادوك من اه نروح التمريد ونرجع في البص بتحدز لنا بص معين عاكس بركاب وغيرنا. ان نروح التدريبات او المصر ونرجع كاني. والولاد يعني متى افرنين طبعا طبعا اه نكتو عرض اه اتبعتاشر يوم في بابل برضو يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي عملناها مبارح ان عندنا عيد بلاد اه بعد محبود اه نعبان ومعال الوزير يعني اعطا عدلنا صورة كبيرة واحتفلنا اه بعد العشر بعيد بلاد اه دي الحاجة الوحيدة ان خرجت عن النظام من كم يوم اللي فات يعني. اه. وشغالين مسحات بقى. اه. اه. الحمد لله اه. عملنا يعني يمكن اربع مسحات ببقتي. السلوط البصورة ستتخلي ان احنا نعمل المسحة السبوع قبل الوصول. اه. وعملنا واحدة قبل اختفر. اول لما جينا المغرب عملنا واحدة يوم الوصول لمنصف جباب. وانبرح اعملنا اه مسحة. وهيبقى في مسحة كل ثمانية اربعين ساعة. ربنا اه اه يعني اه يحميكم من كل شيء من الاصابات من الكورونا من من الثقة المفرطة من اه من كل شيء. في ضرر يعني ربنا معكم وتحياتنا بقى للاه اه ساد عامري فاروق. و الكل البعثة و والنبي توصيهم في انتظارهم بإذن الله وانتظار كاس أفريقيا عشان نحتفل معاكم بإذن الله شكرا جزيلا لكابتن ياسر الرمل رئيس جهاز كرة اليد في الآلي متحدثا من المغرب وأعتقد فرق الأسكور الكبير أو الأسكور المضاعف في المباراتين يشب أن الناس مركزة بقوة قد يراها البعض لضعف المنافس سيبني بعد ما تشوفها بقولك يوم السبت بالليلة كلمك وخلي بالك لا انت بالمعايير الفنية أولا مصر في كرة اليد دلوقتي بقت المناخ العام والمستوى العام مختلف فانت بالمعايير الفنية مؤكد ان انت كفتك أعلى الفرق الكبير قوي ده لو انت ما تشوفها بدا قدرت تحتفظ بهذه مش ضروري بنفس الفرق يعني لكن بهذا التفوق هيبقى انت ده حالتك انت مش حالة المنافس على أي حال برضو انت ممكن تقابل المنافس مش بالقوة الوجبة لكن انت ما تكونش كويس ما تعملش كده يعني انت عارب برضو هي مؤكد لها دلالة كرة اليد دلوقتي ينظر الي العالم انك من القوى العظمى في كرة اليد طيب يمكن دلوقتي كمان الكابتن أمير توفيه مدير التعقدات في النادي بيأكد من خلال الموقع الرسمي انه التلات صفقات دول مش آخر حاجة وانه لسه شغال وانه لسه بيعمل مع لجنة التخطيط ومستر بيتسو موسيمانيا على تلبية احتجات الفريق بتدعمات أخرى هتعلن قريبا جدا ان شاء الله وده اللي بيأكد لحضراتكو انه لا الاهلي لما بيعمل بيبني للمستقبل بكل قوة واعتقد كانت كل الكلام واضح جدا لحضراتكو الاهلي بصدد اعادة تكوين فريق ربنا سهل ربنا سهل بإذن الله داري على شمعتك تأيد تحفظ في عوضفك شوية ودع الغدي يجبنا انت بتسعى وبتعمل عمل جاد ما فوش هرتالة يعني فالتفيق من عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله حلف طيب كابتن مؤمن زكريا برضو كان من كتاب الشائعات اللي تعرض لبعض الشائعات الفترة الأخيرة لكن الحمد لله كل الناس تواصلت معها تطمنت على مؤمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حريص على زيارة مؤمن في بيته والاطمئنان عليه وعلى صحيته نشوف من الدكتور أشرف بنلوق إن شاء الله بن معقل ليó إن شاء الله وإعنك لامن fout كل حكي لي疲 징 متش ودعنا عن المحافظة الناس حقا تنبطي الياه إن شاء الله ربنا معكم ودعنا ويعني كاملتها بتحسن نير حقا تنبطي الياه كده الوقت بنا ودعنا عن المحافظة الناس حقا تنبطي الياه هي ما حالة مؤمن دي حالة يقف مع العالم كلها متعطفا احنا بنشوف احتفالات دلوقتي برة بتتعاطف مع يعني يحتفلوا بطريقة مؤمنوا ويوجههوا رسائلوا هو لعب يستحق لعب بقيمة فنية واخلاقية عالية جدا جدا ربنا يشفيه رب ويخليه أولى لأسلته ولو قد رجع لكرة القدم هتبقى بإذن الله فرحة كبرى 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 بس الأهم يرجع لأسلته كل التمنيات ان شاء الله لمؤمن بالشفاة بإذن الله تعالى وكل الشكر والتأدير للوزير الدكتور أشرف صبح الحياة هو كوزير رياضي حريص ان يكون مع الرياضيين في حدتك مناسبة زي كده يحرص ان هو يزور مؤمن في بيته والإطمانان عليه ومش الوزير بس الحياة حتى قبل كده يمكن الليومين اللي فاته شفت محمد مصرحي رئيس نادي للتحادس كندري ايضا حرص محدش مش مهتم بالكابتن مؤمن يلقى حب الجميع يعني الحقيقة ودعم الجميع وربنا شفيه ألف سلام عليك يا مؤمن وبإذن الله نتطمن عليك هنطلع الفاصل وبعد الفاصل في الغربال متى تفعل القوانين أهلا بحضراتكم من جديد أداء المسؤول وفقا لوجهة نظرنا وفقا لقناعتنا وفقا لتكويننا المهني وفقا لالتزاماتنا حتى تجاه حضراتكم قبل ما يكون تجاه النادي وسياساته دا كان كلام مهم جدا في البداية لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال ومتى تفعل القوانين سحر يا ضيب بكل ما فيها من انفلتات مفهوم ان الجمهور يحفل مفهوم ان الجمهور لو حضر مباراة بيحدث في كل ملاعب العالم خروجات ويبقى ان دا جمهور محدش لا حينزل للجمهور ولا حد هيرد مع الجمهور ولا حد يشتبك مع جمهور اسمه جمهور مش حاجة محددة مالظبط انت بتتكلم مع كيان مع عشيء مع ماس كتلة لكن لما يصدر بقى الخطأ والإساءة والخروج والتطاول والتجاوز من قبل لعيبة اه لعيبة نادي الزمالك فاس ببطولة الدوري عندنا اسباب كتيرة جدا حوالين الموسم لكن يحتفل حقه يحتفل مع جمهوره حق يفرح جمهوره حقه يهيص ويحتفل ويغني ويفرح ويرقص ده حق لأي فريق بيتوك فبيفرح ايه سبب انه يسبب النادي الاهلي كل مع مع كل انتصار تم التجاوز في حق النادي الاهلي وان احنا نسمع الفاظ من لعيبة ومن اداريين ومن فنيين ضد النادي الاهلي ده ايه ده ايه بجد ازاي ده يحصل وازاي يتم السكوت عليه وفيين بقى السادة الاعلاميين حماة الاخلاق والناس اللي كان عندها حساسية جديدة جدا لأي حاجة بتحصل واصلو ده تنمر واصلو ده تمييز وكنا بنقول احنا اشد رفضا لأي سلوك لا فيه تنمر ولا فيه تمييز ولا فيه اساءل اي حد وكنا بنقول له جمهورنا قبل لأي حد لكن لما يكون الامر يصل الى خروقات وخروجات من قبل لعيبة والكل ساكت لا شفنا ضمير مهني انزعج ولا شفنا برامج اتكلمت ولا شفنا اتحاد كورة ناقش ولا شفنا وزارة ردت ولا كأنه الاساءة للنادي الاهلي بالشكل اللي تمت مقبولة ومسكوت عليها ده كلام كان غير معقول بالمرة برضو ما حبناش نقول رأينا في اللي حصل طبيعا نحن ندينه وطبيعا نحن نرفضه وطبيعا نحن نرده لكن كمان كان الكلام من الكابتن احمد حسان ميدو وهو نجم نادي الزمالك ومدربه السابق وزميل للعيبة اللي كانت متجاوزة دي كتب الكابتن احمد حسان ميدو وتحدث في فيديو خاص عن احتفالات الزمالك وخروجات شيكابالة نشوف ميدو انا مبرح بالليل اول مرة اشوف احتفالات بعض من لعيبي الزمالك بعد مطش الانتاج الاخير وبأكد ان انا ضد الاحتفالات دي والاحتفالات دي اللي فيها سب لأي جمهور او سب لأي حد انا عارف ممكن فيه نزم الكواهي تزعل من الكلام اللي انا بقوله لكن ضحق ربنا زي انا بنطلب الناس ان هي تحترم نجومنا لازم نجومنا يبدأوا ويحترموا نفسهم لان السب وانت بتحتفل ايه لازمك عيب ان احنا اول حاجة نعملها ان احنا نصب جماهير المنافس او جماهير اي ماجيسة ميدو لمس كلمة مهمة جدا انت لما تحتفل بالشكل الهستيري اللي فيه تجاوز ضد منافس اه مش احتفالا بنفسك ممكن تهستر في اتجاه المبالغة في انك تحتفل برضو انت حر لكن لما تسيء بنوع من الشماتة وبنوع من التجاوز الشديد المستمر والمتكرر ملوش اللي معنى واحد قال له احترام احترام لذاتك والتاريخك قال له احتفل بس احترم نفسك اه قال له كده احترم نفسك قال له هذا الكلام ليه لان انت جده بتزر وكاينك مش مصدق وكاينك بتحتفل بحاجة ما كوش متوقحة او متقيلة او ما تستحقهاش هونت كل ما تحتفل ببساطة ده ده ليه ثقة في جدارة هذا الاحتفال واننا ده طبيعي طبيعي وانا يبقى ده احتفال الصدفة احتفل بجدارة منتز مالك ويا ما كسبت بطلاط ايه جديد الجديد انك جبتها على شوقة ماشي جبتها على شوقة زود الفرحة شوي خلي جمهورك ايفرح بيك لكنك انت عمال بتغازل فئة معينة كل مرة ان انا لما اكسب اهين المنافس اهين وتحاجق بان ده لا البداكة من عندك من اول مرة لو تتذكر اه فزي كنت وبعدين زي ما انت قلت هو انا هتجرجر مع الجماهير مش هقدر تبتينه ايه اذا كنت متعمد انك تخلي هذا في الرصيد لا لا كمان ان الحالة دي تكون موجودة بالسمراء استمر اه اشتموني واشتمكوا تشتموني واشتمكوا عشان التواجد يبقى قيمته في الجزئية دي ان انا اللي بغيز جمهور الاه تلقاب كبير جدا امكانياتك كبيرة جدا خلي قيمتك الكروية اللي تدعمك مش انك بتغيز جمهور الاهل فالناس تحبك اكتر لانك انك بتغيز مين تحديدا في جمهور الاهل يعني الجمهور ده مش حاجة محددة شاور اقول ده هو ده ده اللي شتمك فتشتمه ترد عليه واذا كنت عارف مين اللي بيشتمك سهل جدا انك تاخد حقك خد حقك من اللي بيشتمك لان سهل جدا لما تغلط الناس هتشار عليك لان انت انت معلوم انت عنصر معلوم ومؤثر وناس بتاخده قدوة وشوفنا ازاي لعيبة طلعة صاعدة بتقلدك عشان تبتدي تاخد الشعبية هي كمان لكن هذه الشعبية زائفة استاذ ابراهيم الشعبية الحقيقة الحقيقية في الانجاز في السلوك في انك تكون فعلا كابتن بتاخد الفرقة دي في اتجاه تستحقه انت تمثل نادي الزمالك فلازم تكون على هذا القادر لكن انت اكتشف ان في ناس مسؤولة مبسوطة من كده ومفوتها هذا الكلام وتبرره لا خلاص بقى تستحقوا بعض على طول كده في ناس انا قريت كتير جدد لزمالكوية وشفت بعض المسؤولين الزمالكوية مش عجبها الحال ده ومن ضمنها ميدو اللي بنختلف معاه بيانا اتطفق معاه ويتطفق طبيعة الامور اتطفق معاه في الرأي اه في تقديم مش على شخصه مش على شخصه ولا على قيمته هتجي تختلف معاه مرة على كلمة اتقالت وكلمة قلناها والليلة خلصت وفصلناها البعض بحرام اه لكن تظل بقى انك تفتكر له ايه انه له مواقف كويسة اه انه ساعة الجد بيشاور على الغلط اه هو الراجل واقع جدا زي ما احنا ابتدينا قولنا في ناس مش هيعجبها كلامنا هو برضي بقول في ناس مش هيعجبنا كلام من زمالكوية مدرد انه بينوم الغلط انه بيشاور على على الغلط على الغلط اه فطبعا مسألة طب انا اقولك انا حاجة ناس اصعد انا وانت تاني اه لكن اتخذت بالمحمل الساق ليه وعندهم حق انها كان معها غمزة غمزة بالعين جدا مش هيتيمة ولا تطاول فده مسؤول مستتر في اعلام عمل غمزة الدنيا تقلبت عليه وتسحبت التهنيئة من نادي الزمالك وكان ما كان بعده وقلنا لهم عندكم حق ما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام كلانا استنكرنا هذا الكلام ولما بيحصل ده في النادي الاهلي احنا بنشوف نجوم كبيرة جدا بتتشطب عشان هذا الكلام منتأشرت هذا الامر يا جماعة الاهلي على ذكر الموقف لقى اللي بيلعب مع الزمالك ماتش كرة سلة في صالة الامير عبدالله الفصل في النادي الاهلي تقريبا 2005 اه 2005 كابتن ايمن رجي افضل لعب في افريقيا لعدة سنوات في الكرة الطايرة حاضر ماتش الكرة السلة بينه وبين جمهور الزمالك منوشات في كرة السلة جمهور الزمالك اللي حاضر رغم انه كرة طايرة جمهور الزمالك اللي محاضر لفريقه مع الكرة الطايرة بيشتم شتم ايمن رجدي رد عليهم او قام شاور لهم مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة كابتن حسن حاضر في الصالة اتكرر من ايمن رجدي رغم تحذيرات الله يرحمه كابتن ساميرا عبد الربو ليه كان مدير النشاط الرياضي لم يتملك نفسه اذا الشتيمة اللي بتتشتمله رد عليهم باشارات كان قرار كابتن حسن حمدي ده بشطبة ايمن رجدي بتشتم افضل لعب في افريقيا لانه شتم جمهور فريق ضيف منافس عندك في صالة النادي الاهلي في وجود مجلس الادارة تم شطبة ايمن رجدي افضل لعب في افريقيا اللي انتوا شايفينكم واللي كان بيتابع الكرة الطايرة وفي عزه عارف قيمة ايمن رجدي وفي عزه ومش كان على واشاك الاعتزال في عزه و عزه مجدوم لكن ازاء السلوك و ازاء احترام المنافس و ازاء مبادئ النادي الاهلي الحقيقي انك بتمثل النادي الاهلي انت بتمثل النادي الاهلي مع فريق شقيق منافس ضيف عندك ما ينفعش تشتمه ولا ينفع تشاور له اشارات خادشة لا الرياضة ما فيهش كده ده التزامات النادي الاهلي واحترامه المنافسين يا صادر بقيم الموضوع مش بس ضيف انت خرجت عن السلوك و انت تمثل النادي الاهلي لم يقبلها مجلس قدرت النادي الاهلي مش نقعد نبرر له ما كان ممكن عادي جدا ما هو تشاتم اه ادي له عشر تلاف وشيلهم له اه لكن لا انت فعلا بتنتصر للصح والقيمة النادي والعلاقات النادي طيب احنا مش حالا تطرف نقول ان النادي بتاعه يقول له عيبه ولا يعقبه ولا لان واضح انه هو يلقى قبولا يعني هذا التصرف لانه لانه التحفيل وصل للمدرب مدير الفاني بيحفل كل يومه تاني يطلع يحفل زي جماهير اه بيكسب ولقح كلام ويحفل حاجة غير مفهومة لا مفهومة مع اسمه ايه ده كارترون مفهومة بجد يعني عموما الزميل العزيز والاعلام المسؤول تامر امين انزعج من اللي حصل وقال رأيه شيكبالا انا مش عاجب من اللي عمله شيكبالا ولازم مش هقول لكم بقى حد يقعد معاه وحد يكلمه وحد يقول له ايبه يا شيكبالا شيكبالا الكلام ده بنقوله من سنين طويلة لما كان شيكبالا لسه صغير ومعندوش خبرة وبردكش لكن شيكبالا قرر بيعتزل شيكبالا كابتن نادي الزمالك شيكبالا واحد من كبار كباتن نادي الزمالك فما ينفعش لسه نقوله اصلي لسه الخبرة خبرة ايه ما ينفعش الفيديو اللي احنا شفناه لشكبالا مع بعض اللاعبين التميين مع بعض الجماهير وهم بيحتفلوا بعض مباراة مباراة بالدوري وفي الفاظ وسباب تخص الاهلي وجماهير النادي الاهلي هتقولي لا تامر اوعى تتحمل على شيكبالا ما هو شيكبالا بيتشتم في فرق كبير ما بين اللي بيعملوا الجمهور وفرق ما بين بيعملوا النجوم اللعيبة هو انا دلوقتي لو في مطش وخمسين الف فلستاد بيشتموا ما بيشتموا ما بيشتموا الفرق او بيشتموا اللعيبة وبيشتموا الحكام وبيشتموا ابو كل الناس هنطلع لهم بضعليم كلهم الخمسين الف ادي طبيعة الكرة انه المجموع لا يحسب او لا يؤخذ عليه الا اذا كان الفعل فردي الجماهير في انجلترا في الارجنتين في اسبانيا في كل حده بيشتموا بيشتموا لعيبة وبيشتموا الحكام وبيشتموا المدربين وبيشتموا مجالس الادارات وبايمان الدنيا بس خلص شايت همهامة كده في المدرجات وهتفات المدرجات والموضوع بيخلص لكن الشخصيات العامة والنجوم فعلهم محسوب عليهم ما ينفعش اقول الشخبالة بيرد على الجمهور ما ينفعش تامر يرد على الجمهور انا لو الناس شتمتني ما ينفعش رد عليهم عبدالي ايه اتشيط بو تسكت اه اتشيط بو تسكت ويوم حصلت مش عنا بس كتير من الفنانين وكتير من النجوم وكتير من الرياضيين وكتير من الاعلامين اتشتبوا سواء في الشارع ولا على التلفزيون ولا على السوشيال ميديا ونسكت لان الشخصية العامة الاساس فيها المسئولية والالتزام انا ملتزم ومسئول اتشيط بو تسكتن ما ردش لو اعرف اخد حقي بالقانون اخده لكن ما ينفعش يا شيكبالا يبقى احتفالك مبارح بالدوري ان انت واقف تغني وانا طبعا مش هينفع ازيع الفيديو لحضراتكم الفيديو كله الفاظ خارجة ونابية ما ينفعش بداح احتفالك طب قبل كده كنا بنقول شيكبالا مضغوط وشيكبالا حصله خسر البطولة دي وخرج من البطولة دي فمش عارف ايه طب انت ببارح ايه دغتك يا شيكبالا انت ببارح فرحان بالدوري اللي كان غايب عن ميد عقبى ونادي الزمان اللي بقى مست سنين وده بري زمانة بقول جبته بدمكو بروحكو بادائكو بعزميتكو واسراركو وتستحقوا الدوري ما تفرح يا اخي وتغني وتتنطط وتربع سواريخ في الهواء زي ما انت عايز واقعد غني الفرقتك زي ما انت عايز والامجاد ندي الزمانك والقلع البيضة والفن والهندسة زي ما انت عايز ليه دايما فرحتك مرتبطة بي تجاوز في حق الاخرين لا يا شيكبالا وانا بقولها هو في كمة الفرحة بتاع التندي الزمانك واللي انا بطالب بالوقوف واعقبش كبالا عليه مش اه تعد الكورة لا انا عايز جمهور زمانك نفسه ومجلس دار تندي الزمانك الحالي هو اللي جيبش كبالا ويعاقبه يعني هو اتفق معنا في كل كلمة قلناه واحنا بنتفق معاه في كل كلمة قالها بطريقة تانية بس بنفس المعنى يعني ليه 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 الربط بين لدم احتفالك بقى فيه ساقة للنادي الاهلي ايه الفكرة في الموضوع واللي امتى ايوه هو لامتى اه لامتى كل حاجات دي تعد اسهل حاجة هيتقال الصومالك وكتابه بيعمل احتقان اسهل حاجة اهلا في اتهام المعنى قلناه ما تشاور على موضوع لما تيجي تشاور على كارثة اخلاقية زي دي يبقى ده البرنامج لما كل السوشيال ميديا وكل الوسائط الاعلامية زي ما الزميل تامر امين قال لك انا مش هزيع الفيديو لانه فعلا ما نفعش اتزعف ايق انا مسؤول لكن كل الناس شافته هل اتحاد الكرة شافه هل لسه في حرص على الانضباط والسلوكيات والاحترام هل الجمهور اللي احنا بانطلبه المتسرب من اتحاد الكرة دلوقتي ارجو قال لي يكون صحيح ان قالوا ما فيش حاجة مؤكدة طيب هل هل فعلا كل ده الناس شافته الاتحاد يسكت عليه نقلا على اللجنة الانضباط عشان ما فيش لجنة الانضباط اصلا اللجنة تم حلها من فترة طيب يبقى فيه هو اه ما فيش حد لكنه فيه حتى زميل زغلول صيام وهو زميل صحفي محترم وكان المناسق الاعلامي للمنتخب الولومبي في توكيو كتب زغلول صيام على صفحته الذي يتردد ان مصدر مسئول داخل الاتحاد بيتكلم على انه لماذا لا يناقش من منظور الانضباط ده لاش لجنة الانضباط قال لك والله لازم تجي لنا شاك بص اللي بيقول كده ده بيقول ان الاتحاد سكت لكن الاتحاد لا يجب انه يسكت مدام الاتحاد ما اصدرش حاجة رسميا على لسانه وقال ان انا ما عنديش يبقى الاتحاد ما قالش اي حد هيصدر مصدر مسئول في الاتحاد قال يبقى ده حد هدفه يلم الموضوع الموضوع بالشكل اللي الستاذ سامر أمين بيتكلم فيه ده مغرق السوشيال ميديا الجمهور اللي انتوا بتطلبوه بالالتزام والانضباط والاحترام ما ينفعش يتصدر له مشهد زي كده فيه شتايم بالالفاظ دي متكرر ضد النادي الاهلي ليه استاذ براهيم هو انت كل ما تكسب ماتش يعني هو قبل كده امام عشور لما فيه قط اللبس يقولك انتوا صورتوه ليه يا اخي يروح مواخد يعرف هو اللي صور نفسه ونزلها يعني فيه فيه نكت كده يقولك ما تغيرش الموضوع يعني تسيب الحدث هو اللي صور نفسه كمان مش انت اللي صورته انت مش فاهم قصد انت بتكلم على التصوير انا بتكلم على الواقع يعني الواقع حصد فما بالك انه هو يشتم ويصور نفسه ويحطه على صفحاته ويحتفل بيها الصفحات هي اللي بتحتفل بدا ويرفع عنه العقوبة بس هو مسألة متكررة كتب الزميل زغلول سيام على صفحته بيقول مبروك لزي مالك الدوري يستحق عن جدارة وفي نفس الوقت ارفض الخروج عن النص في الاحتفالات ولا يجب ان يدافع احد عن خطأ لم تخلق الرياضة للتعصب شكبالة لم ينضج بعد اعتز بزمالكويتي ولكن ضد الاساءة ارجو عدم التبرير اهم جملة اهم جملة اه او ده رجل زي ما تقول لسه بقولك ايه اه واعرف ناس كتيرة مش عالية بالاوضاع دي اه كده اه ارجو عدم التبرير ما تقولش اصل مش عارف ايه ما اصل يعني 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 انبارح لا الاهل طرف ولا حد شتمك ولا في جمهور عشان تبترد عليه انما حنقعد بقى كل ما يحصل حاجة اصل اللي كان وقاله ويروح مدخلها لك فيه سياق العنصرية وسياق حقوق الانسان وسياق يا اخوانا ما ينفعش كده ما انت لما حتروح نعيد جمهور مش هتخلص مش هتخلص ولما تيجي تنسى انت جمهور بقى هتقوله ايه يعني انا دلوقتي راجل عايز اكلم الجماهير يقول لهم ما ينفعش وما يصحش هقول لهم ايه يعني حتى مش مدينا فرصة نسيطر على الاخطاء اللي صعب السيطرة عليها ولكن برضو بنتصدالها في كل موقف هنا بنقول بلاش المكيدة وبلاش التجاوز وبلاش التحفيل وبلاش وخلي المنتصر ارقى من انه يدايق المهزوم قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش واحنا منتصرين صحيح طيب ايه الحل الحل ايه لمواجهة كل هذه الظواهر المنفلتة قبل قانون الرياضة الجديد اللي تعدل او القانون الجديد اللي صدر قانون 71 ل2017 كانت الناس بتتكلم على كل الظواهر الفوضوية اللي في الملاعب وازاي نقدر نواجهها وكله كان بيطالب المشرع بسن قوانين تواجه مثل هذه الظواهر طيب يا سيدي البلاء والسوداء اللي حصلها ديت عندك نص يواجهها القانون موجود القانون موجود على مكتب سيادة الوزير وتقريبا ممكن يكون هو حفظه والتحاد الكرة عنده من اللواح ما يكفي لكن يا سادة الوزير يا سادة في اتحاد الكرة يا حماة الاخلاق يا اللي بتلوموا الجمهور على اي انفلات ايه رايكو في النص اللي موجود عندكو في القانون في مادة العقوبات المادة 84 من قانون الرياضة يعاقب وبرضو ده اللعبة المنفالتة الناس اللي بتستسهل التجاوزات والخروجات اللي انت شفتوها لو لقي حد يردحها بالقانون اللي انا هقولهولكو كل الملعب هتنضبط جمهور الاهلي مش هيشتب ولا شيكبالة هيشتب ولا حد هيخرج عن النص لو فعلا نفذنا القانون لو وجهنا كل هذه الفوضى بالنصوص اللي قدامكو النص بيقول في المادة 84 من قانون الرياضة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هتين العقوبتين مين اللي يتعاقب بده مين اللي يتحبس كل من سب أو قذفة أو أهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلنية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته عشان ما حدش يقول لي الماتش كان خلص بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به حد يتجاوز في حق الأمن اللي بيشرف على المباريات بحق المنظمين للمباريات العقوبة تبقى مضاعفة هو ده اللي احنا بنقوله عندك جمهور يهتف ويخرج عقبه ويحبسه هو يطلع جمهور أهلي يطلع جمهور زمالك يطلع أي جمهور مدام بيخرج عن النص مدام بيخالف القانون اللي المفروض الناس كلها تحترمه وتعرف فعلا أن في قانون ناجز ويقدر يحبس مشجع متجاوز أو متنمر أو بيمارس عنصرية محدش هيدافع عن خطأ لكن كمان لما يبقى عندك لعيب بيرقص مع زميله ويتفاخر أنه بيسب وبيلعن وبيتطاول فحق الناد الآلي أقولك في قانون في قانون يجب أنه يواجه كل ده يا عباش مهندس هو المشكلة دي لماذا سنة القوانين لتطبق ولا عشان يتقل عندنا قوانين عشان تطبق لكن ودائما ونحن نتحدث في الرياضة تحديدا يقولك أصلي لواء عايزة تتغير يا عم تطبق اللي عندك إنت ما بتطبقش هو اللي بيقولك عايزة تتغير هو ما يعرفش إيه الموجود هو ما بيروحه هو عايز عزر أيوة بالضبط يتكلم فيه يا ربي لكن هو ده أوضاع إيه دي رياضة إيه دي اللي حنعيشها بالطريقة دي على طول هو هو الكلام ده إحنا يعني صعب إنك أنت يعني تجاوب وتتفاعل وتخش في الدائلمة دي دي أسهل حاجة لكن الصعب اللي إحنا بنعمله إن إحنا نطالب الناس المستائة بالانضباط صعب إنك تقول لابنك اللي ابن جارك بيشتمه ما تردش عليه فيه طرق أخرى هنجيب حقك بها ما تردش عليه لكن المشكلة إنك لازم بيكون الطرق الأخرى دي تبتدي تلجأ لها وتجيب نتيجة هو ده الرقي إنك أنت عايز 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 تدي قوة اللجوء إلى القانون طبقه لما طبقتوش لما أو لما تيجي تلجأ له لا تجد إجابات الناس قد تصل إلى لحظة تبتدي تاخد حقه بد راحة وده أخطر لحظة وده أسوأ لحظة اللحظة التي نربأ بها عن الوسط الرياضي كلنا وأنه لازم نقاومها كلنا بس أحلى شكل من أشكال المقاومة أو إنك تخضي على الظاهرة دي إنك تجيب الحقوق بالطرق السليمة الشرعية وده ربما مناسبة لجمهورنا جمهور الآل في كل مكان أحياناً مثل هذه التصرفات بتضغط عليكم وأحياناً بنلاقي خروجات وأحياناً بنلاقي ألفاظ ده لا يليق لازم فعلاً فاكرين لما احنا قلنا كان حد الأستاذ أحمد الشمراني الكاتب السعودي أن تكون أهلاوي فعليك مسؤولية أيها دي إداع طبعاً ده جمهور الأهل يا جماعة ده جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي ما بقاش بالقيمة والمكانة دي إلا لأنه طوله أمره منضبط يرعى السلوك الرياضي المحترم ويحافظ على علاقاته والتزاماته ده النادي الأهلي ده النادي الأهلي زي ما لقتوه والمهان سعد لي قال له كذا مرة حبوا الأهلي زي ما لقتوه أنت مش هتغيروه حبوه زي ما لقتوه لو غيرتوه ده خطر مش كويس طبعاً حبوه زي ما شفتوه نادي محترم يرعى السلوك الرياضي المحترم يحافظ على علاقته مع كل الناس يعرف يجيب حقه جداً وبقوة يعرف يستفيد من عصراته يعرف ينطلق يعرف يسعد جمهوره ما فيش جمهور في العالم في العالم ناديم ده اللعو زي الأهلي نادي ده اللعو قد الأهلي ايه اللي عنده يقول لي خزائم بطولات الأهلي ما شاء الله النادي الأهلي اللي الناس بتتكلم على أنه فقد الدوري النادي الأهلي أكثر أنديت العالم الكرة الأرضية حصولاً على بطولات فكرة القدم النادي الأهلي بيطارد ويلاحق ريال مدريد على لقب البطولات القرية والعالمية يقول لك الأهلي بطل على مين لا بطل على بطل أبطال أفريقيا إيه اللي بطل على مين النادي الأهلي لما أخد دور أبطال أفريقيا خد البطولة من كل الأبطال اللي سبق ليهم رفع الكاس ده النادي الأهلي والمقارنة الغريبة جدا إنك تسمع فجأة هو أقوى الدور المصر ولا دور أفريقيا لا لا ما دي المضحكات المبكية دي بقى يعني حاجات إن كل بطولة تكسبها تطلع أهم بطولة في الدنيا يعني هي هي نفس البطولة إن أنت كنت بتسفيها لسه لما بتخسرها هنا المصدقية وهنا بقى فيه جزء من الجمهور مش من الإعلاميين ابتدوا لهم يا جماعة أنتوا هتحرجونا أنتوا بتديتوا تحرجونا بالكلام لأن الكلام مش جاي من الجمهور ده كلام صناعة البهوات اللي عمالت صدر التشكيك في بطولات الأهلي والإشعات والمكيدة وبقى الهم كله والله كلها خط واحد أن أكتسب شعبية من خلال إن الناس تقول لك يا كيدهم يا فرسهم دي كل القيمة كاس الأعلم في المكيدة مع إن المكيدة دي سهلة جدا 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 سنوه صغير كمان جدا وبرضو لو حد حط المكيدة في دماغه والله هتخسر مش هيخسر أيها المكيد لو دخلت اللي في السكة دي ما هتكيدني مرة هكيدلك عشرة إحنا مش عايزين كده بالضبط الرياضة الرياضة أسعد حاجة في الرياضة إنك وإنت فرحان تاخد في حضنك الذي لو يدركه التوفيق صحيح هو عادي إنت ابتسامة المهزوم طب توضع الفائز لا رقي الفائز يعمل في المهزوم توضعه يخجله ويخليه حتى سنة الغيرة أو المشاعر السلبية لا تخف ويقول لك هرد لك من قلبه فزي أو يقول لك جود لك من قلبه زي ما بن دين ونرفض وننتظر قرارات حقيقية لمواجهة مصادر من احتفالات لعيب الزمالك لازمة نعيد ونزيد ونجدد ونشدد على جمهورنا سواء في السوشيال ميديا أو في أي مناسبة وفي أي تجمع ما ينفعش جمهور الآلي يسمح لأي عناصر تندس جواه تخرج عن النصر أو يصدر عنه وذكرك بشيء أو هتاف خاطئ وذكرك بشيء عشان إحنا يا جماعة والله مش كل المسألة بالنسبة لنا أنه يتعاقب إحنا عايزين يبقى فيه تصدي لمثل هذه الزواهر السلبية وإنه الاحترام يبقى موجود وإن ما فيش حد كبير على تطبيق اللوائح طب أنت لو سألتني أنا أرجعت فاكر أنت الخلاف اللي بين الكابتن شيكبالا وكابتن حسن كابتن حسن شحاتة لما جيت كلمتك الصبح وقلت لك وأنا بتابع الإزاعة لقيت الكابتن حسن شحاتة واخد قرار بإيقاف كابتن شيكبالا وروع قلت لك إيه أنا كده حقاتك كده هاء لا صح أيو فاكر أيو أيو فاكرت لك كده حسن همسي صح صح وبعدين جيت الظهر رحت مكلمك لدي كابتن ممدوع بإيه حاجات كتيرة بعديها الزبط أنا هنا مش بالنظر على بعض بس أنا بقولك لا أخشى من منافسي إلا لو أخذ بالأسباب الصحيحة أبتدأ هيمشي صح يا أخواننا هيقدر ينافس بقدرته وبسباته لكن إن إحنا طب إحنا إحنا عملين نقول النادي الآله حبوزة ما لقتولي لإني في كل مرة بنمشي صح بنكافأ ربنا بكرمنا أنا دي المعيار أنا لما بمشي صح حتى لو يبان في لحظتها إن أنا باخد مخاطرة بكافأ وبكسب وبكسب جيل أكثر انضباطا من اللي قابليه صحيح هو ده الأهلي وده اللي إحنا عايزينه ما لناش لعب غيرنا بيعمل إيه إحنا حنستمر على كده ده جمهورنا ده جمهورنا دايما أرجوكم ما ينفعش وكل واحد ما يسمحش لنفسه أو ما يسمحش حتى البعض الناس اللي عنده في الحسابات الإلكترونية المختلفة إنها تتجاوز أو تغلط في حق نادي أو لاعب أو أي حد حافظ على السلوكك كواحد بتحب النادي الآلي اللي دايما وأبدا حريص على الصح حريص على المبدأ حريص على الاحترام حريص على السلوك ده النادي الآلي لو الحاجات دي كلها مش في النادي الآلي ما كانش هيبة ده النادي الآلي وكمان عايز أفكر برضو الناس اللي بتستسهل التجاوزات في السوشيال ميديا لازم أن تعرف إن قانون العقوبات بيفعل كابتن أحمد شوبر خاد حكم على أحد اللاعبين المنفلتين اللي أسائل إيه خاد حكم عليه عبر السوشيال ميديا برضو يعني الإساءة كانت في السوشيال ميديا خاد سكرين شوته ورفع بيه دعوة خاد حكم فبالتالي لازم أن الناس تبقى واخدة الكتابة في السوشيال ميديا مش مباحة ومتاحة ومسموح لأي حد يتجاوز في حد لا في قانون عقوبات بيلاحق ده لا أستاذ برايب المتعة أنني أشتم حد إيه المتعة فيه دي إلا إذا كان موز سوي لا يجد متعة فيه هذا اي مش كده صحيح إنما إنما إذا استمتعت بمضايقة الآخرين لا إرجع بقى شوف مشكلتك فيه وهو حتى الكلام عن نبذ التعصب والكلام على إن الأسرة الرياضية تستعيد لحمتها وتستعيد علاقاتها مش هيكون إلا بتطبيق اللوايح والقوانين غير كده ده كلام إنشاء والقيادة يجب أن تأتي من المسؤول بالضبط بالضبط أو المسؤولين عن المكان أنا بكلم من أول اتحاد الكرة بقى وإنت نازل أن دي ألعاب وإنت نازل وإنت نازل لأن المسألة زي الأواني المستطراقة كله يصبوا في بعضه بالآخر كله إناء ينضحوا بما فيه أحسنت هنطلع للفاصل وبعد الفاصل كلام مهم بعض متلسانه ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي حالا بحضراتكم جديد شفنا في الغرباء كل ما سبق عرضه لكن هناك دوما كلام كتير ومهم ب بعض متلسانه دروس في لحظة الأساء بعد مباراة الأهلي الأخيرة وإعلان فقدان الأهلي فرصة المنافسة على لقب بطولة الدوري كانت لحظة فيها قدر كبير من الأساء عند لعيبة الأهلي وعند كل جماهير الأهلي وعشان هو ده النادي الأهلي إنك تلعب سبع بطولات تكسب خمسة وتطلع تالت العالم في بطولة وتخسر في الرمأ الأخير لقب واحد في بطولة الدوري في تفاصيل كتيرة جدا في أسباب هذه الخسارة الفار وغير الفار اللي تبعتوه اللي حفظتوه لكن كانت لحظة الأساء فيها دروس كتيرة جدا وفكرتنا باش مهندس في 2019 لأنه في 2019 في البطولة الأفريقية الأهلي بيلعب مباراة العودة مع ساندونز اتهزم هزيمة غير طبيعية في جنوب أفريقيا وجاي عشان يعود في برج العرب ما قدرش يعود خرج من البطولة الجماهير اللي كانت مال يستاذ الجيش في برج العرب كان لها موقف بعد المباراة الكابتن الخطيب بعد كده قال اللحظة دي والموقف ده هو اللي تباني عليه كل الأهلي حققوا لغاية دلوقت نفكركم بتصرف جمهور الأهلي المسؤول واللي يستحق أن الكابتن الخطيب يقول لك ده الشريك الدائم معنا وهو دائما سند الأهلي في ظهره نفكركم بموقف هذا الجمهور الكبير ترجمة نانسي قنقر هو أنت أنا فهم أنت جبت اللقطة دي ليه أن المسألة مش بس دي ثقافة إدارة دي ثقافة جماهير اللي هي بتتبقى ده لأنا بقول لك لما يكون قياداتك ملتزمة جميرك بتلتزم الأمر فيه بتتأثى أنت لن تكون بتدي النموذج أنك لا تقبل الهزيمة لا تقبل الخطأ وبعدين ولا تقبل التبرير ها فيه فيه أسباب بس عملت عملنا موسم انتقال مرعب بعدها اي بنا اتبنت الفرقة دي وقدرت الفرقة تبتدي تتدارك أمورها وترجع وتكسب وتحقق والحمد لله لأن إحنا وصلنا إلى هذه اللحظة حاجة يعني لازم نفخر بها كلنا ولازم نفهم أنك خد بالأسباب ولما كلمة خد بالأسباب دائما تيجي يعني حتى ادعي ادعي ربنا ولحي في الدعاء ما تجيش تدعي النهاردة تيجي بكرة صبحت ما أنا دعيت مبارح ما فيش حاجة حصلت يعني حتى في الأمور هي تراكمية هي في الآخر بتخليك تتحمل أعباء الحياة وبعدين لما بيجي لك المرضود افتكر بلاحظة الدعاء جات في التوقيت ده لأن تفيدك أكتر احنا النهاردة ما بناخد بالأسباب بنشتغل بنعمل الصح وبنمشي صح وما بنعملش حاجات ارضاءا ودغدغة مشاعر جماهير وبس لا بنشتغل لأصل المضوع للكيان للنادي بنشتغل في الشيء الحقيقي مش ان انا اقول لك كلمتين انت انبسط مني فيهم وحفل على حد في لحظة انتصار يبقى انا كده عملتلك اللي انت عايزه لا عملتلك اللي انت عايزه ان نسيب النادي الاهلي ماشي في سكته بنفس الاسلوب بيتبني بنفس الطرق بيروح للجوهر مش للمظهر وانت لازم تبقى كجمهور اللي وثق مية و كام تلاتاشر سنة دلوقتي ولا مية واثناشر سنة اه مية وربعتاشر مية وربعتاشر كمل بهذه السقة وكمل في مسان ما اقدرش اطلب من حد تاني كده انا مش عايز بقى اللي حقول لك الاعلام ولا حقول لك الناس ما بتشورش على كده ليه لان انا مش محتاج حاجة من حد انا بعملي وبتاريخي كنادي اهلي لا انا بشاور على الصح وانت بتصدق الاهلي بيتعادل في لحظة غريبة وعجيبة مع الجونة بيخرج من السبق تماما ومباراة دراماتيكية غريبة لغاية المباراة الوقت القانوني بتاعها الاهلي كذبان تلاتة واحد فجأة الامور تتحول بشكل غير عادي وبدال ما كنا بنلعب خمس دقايق وقت ضايعا للحاكم رفعهم بقينا بنلعب للدقيقة مية للدقيقة مية لكن ماشي اسباب كتيرة لا مية واحد اه مية واحد لكن فجأة يظهر في الكد لقطة مش معتادة الناس استغربت هو ايه اللي بيحصل هو فيه ايه اللي هيحصل فجأة الكابتن محمود الخطيب اللي برضو مجرد حضوره مع الفريق في الجونة في مباراة تبدو غير مؤثرة في صراع الدوري دي كانت رسالة اخرى مهمة لللعيبة احنا معاكم في كل الاحوال ثقتنا فيكم بلا حدود مش معنى ان احنا فقدنا فرصة الدوري انه خلاص هنطف والروح لا السبق مستمر واللي جاي اهم واللي جاي اصعب واللي جاي اكتر دي كانت الرسالة لكن التصرف الكبير اللي كان الناس كلها فجأة في لحظة كله انتبه انه الكابتن الخطيب بينزل لارض الملعب مش لقطة اللبس لارض الملعب وعلى النجيلة يطلب من الكابتن سيد عبد حفيز ومستر بيتش موسماني تجميع الفرقة فجأة الناس كله حملة وكله قال فيه ايه وثموا الرسالة نشوف الموسم ده موسم صعب جدا الموسم ده موسم صعب جدا يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده فاتردتش فيه حتة في العالم ايه عشان كده انا شايف ان انتو كلكم اتعرضتو ليه اجهاد مش بس اجهاد مش بس اجهاد مش بس انا يعني من تأخير الموسم اللي فات اكتر موسم في العالم في بطلات كم البطلات اللي انتو مرتو بيها دي خلتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بلوكو ازاني قبل البدني كمان وانحنا الحقيقة مقدرين ده جدا احنا كادارة مقدرين ده جدا وانا متأكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا جمهور النادي الاهلة فاهم وشايف وعارف جمهور النادي الاهلة فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل عشان كانوا متأكد ان هو بده راكل انتو سببس فاعزة الناس الفترة اللي فات مستحADE بيزل الحق الجمهور عليكم اللي حصل مرة اللي فات و السنة دي كده انتو سبب نسبقة سعيدة وفخورة بيكم وبالنادي الاهل وهنا عايز اقول حاجة النادي الاهلي لما بيفقد بطولة النادي الاهلي بينطلق منها النادي الاهلي بطلق جاية كتير وعندنا بطلق كتير داز البوتامين ده ولازم تطرحوا جمهورك لو شاهبكم لو هو معاكم اللي مفضع رقم وكمان في ظروف يمكن خرج عن ايرادتكم وارادتنا وارادتكم لنا عشان يقول لكم الناس شايفة وعارفة بس احنا كمان من دلوقت في اللحزة باللقاء هذه احنا كمان لازم نكون نفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان ياجب ترسيسنا بزيادة شوية كان ياجب تنمنا بزيادة شوية كان ياجب ده خلاص بس دي كورة احيانا مفيش توفيق دي كورة احنا بزيادة شوية احنا بزيادة شوية احنا بزيادة شوية كمان احنا بزيادة شوية احنا بزيادة شوية احنا بزيادة شوية هلاوي دلقى راسك انت في الاهل لازل تبقى فخور بدا زي ما الاهل فخور بيكو انتو كمان لازم فخورين وانتو بوا لدي الاهل طيب ده الجزء الأولاني من الحديث بداية احنا سمعنا هو قال ايه احنا فخورين بكم ويجب أن تفخاروا بنفسكم ومدركين تكمل إجهاد اللي انتو فيه ارفع رأسك انت في الآن لده الملخص يعني لكن انا عايز أعلق لماذا هذا المشهد ولماذا في الملعب لإني فيه ناس نظرت في الحتة دي يعني هو يبقى في قط اللبس لا هو فيه تعمد انها يكون في الملعب لسببين مهمين جدا السبب الأولاني المنطقي عايز يلحق قبل ما يخش قط اللبس ربما يحدث نوع من الحزن والانفلات والعتاب والكلام ده هو عايز يوصل رسالة بسرعة قبل ما الفرقة تنزل واللي يقلع يقلع واللي بتدي يتكلم يتكلم واللي عايز يقول يقول وبتدي تاني أرجحهم ازاي لحالة من الانتباه والتركيز لكن الاهبم كل ده يا جماعة والله لو تتبعانوا في الكلام هو أرادة ان يشرك الجماهير في هذه اللحظة لانه عارف ان الجمهور هو شريك وقال لهم جماهيركم بتصغ فيكم وإحنا بنصغ فيكم وجماهيركم فخورة بكم وكان مرضوء دي اللقطة دي ايه لما تسمع الهتافات وراها ده مجرد ما بيقول لهم الجمهور بدأ يهتف على الحلوة والمرة قال لهم بصوا قبل ما أقولها هو عايز يفهمهم ايوا اهو الجمهور هوا من غير أنا لسه ما قلتش ايوا عايز يقول لهم جمهوركم معاكم لكن اللي حيتقال في باية الكلام ده مهم اللي فات خلاص ومنسيش يقول لهم ولو ان ما كانش ينبغي يحصل ان في حاجات تقع مننا كان ممكن نبقى احنا وضعينا احسن من كده كتير في حاجات وقت من يعني برضو حتت لكن لا وإحنا بنخلي بالنا ونقول أسباب كان يجب تركيزكم يكون احسن من كده اذا هي دعوة حتى اللوم هنا في قدر من الوضوح واللطف واللطف بس لا تكير لانه لا كان يجب تركيزكم يكون احسن اه يعني احنا مسؤولين برضو ايوا على الموقف ده ام وده مهم جدا ام مشاركة الجماهير في ان احنا شايفين كل حاجة دي حاجة مهمة جدا ام طيب هي هي في ده تفسير رائع جدا من المهندس عادل بس انا وجهة نظري كمان اللي بضيف بيها على المهندس عادل هو الكابت الخطيب كان حابب انه ما تحصلش لحظة انكسار ايوا فعايز يلحق لا عند اللعيبة ولا عند الجمهور لا عند اللعيبة ولا عند الجمهور ولا عند اي واحد اهلاوي كان مهم يسمعه ولذلك حتى التعبير بتاع ارفع راسك انت اهلاوي ده تعبير فيه قدر عالي من الشموخ والكبرياء والروح الرياضية الروح الرياضية اللي ما ينفعش لما تفقد لقب تنكسر وتنهزم لانك هتخسر اكتر هي دي رسالة اهلاوي رياضي او رياضي اهلاوي المعنى العام في الرياضة اخسر وانت رفع راسك وبتجاوب لماذا هذا الكلام في الملعب ولللعيبة على ارض الملعب في النجيلة لانه مش معتاد هي اللقطة هو الطبيعي انه يدخل قط اللبس بس غير الطبيعي انه ينزل ارض الملعب فاللحظة استثنائية عشان كده الشكل فيها استثنائي وكان فيه تنطوع على رسائل وفيها رسائل ومسافر الكابت الخطيب رغم كل ظروف دي مسافر الجونة مع الفرقة وراء الفرقة علشان يكون معاهم في اللحظة دي ايا كانت النتيجة يعني انا في تقديري الان لو كان المباراة خلصت تلاتة واحد زي ما هي كانت اللعيبة هتسمع نفس الكلام والكابت الخطيب هيعمل نفس اللي حاجة لسبب بسيط لحظوا انه جاي مرتب افكاره في ورقة ايوا فدي ملاش علاقة بالنتيجة مش عشوائية اما ملاش علاقة بالنتيجة لا دي ليه علاقة بالمسئولية ليه علاقة بالمسئولية عن الظرف ده ليه علاقة ازاي انا بحمي فرقتي من الانكسار ازاي انا بوقف جمهوري بمعنويات عالية ازاي مش هسيب جمهوري ولا سيب لعبتي الناس هتضغط عليهم و هتعيرهم و هتحسسهم ان الدنيا بازت رغم انك انت واخد ست بطولات او خمس بطولات وبرونزيت العالم من السبعة فمش هسيب لعبتي فرصة او فريسة اي محاولات زي كده عشان كده الرسالة كانت متضمنة الجمهور بجانب اللعيبة و دايما و ابدا فيها تركيز او تذكير بمسألة الاهل لما بيخسر بطولة بيعرف ازاي يحور الحطام بتاع هذا الاخفاق لطاقة و قوة كبيرة جدا و قد يكمل به فترات طويلة و قلتلكم في بداية الكلام عن الصفقات لما دا يحصل الاهل هيرجع افريقيا تنمي المغرب تاني هيلعب يحقق من البطولات بالارقام القياسية اللي ان شاء الله تعالى هتخلي كل اهلاوي و كل مصري فخور ان مصر فيها هذا النادي اللي بينافس على صدارة انديت العالم هي دي اللحظة لكن كمان ما اعفاش اللعيبة من المسؤولية و دي كمان كلمة مهمة للعيبة لانه في مباراة كتير اخسرناها زي ما الكابت الخطيب قال لهم كان يجب ان التركيز يكون احسن كان يجب الانتباه بتاعنا يكون احسن فده اللوم المبطن اللطيف اللي مش عايز يجرح اللي بيداوي اللي بيمسح دموع لعبته بس في نفس الوقت بيحط كل واحد يوم قدام مسؤولياته و فعلا لو رجعنا كتير من التفاصيل في المباراة لأ عندنا اخطاء عندنا اخطاء كان ممكن ما نقعش فيها بس هي دي الكورة لانه رجع قال لهم بس هي دي الكورة ككابتن كبير وكواحد من امهر ان لم يكن امهر من لعب الكورة في مصر مدرك انه في النهاية دي كورة مش بنتكلم في كيميا علشان تعمل معادلة كيميائية فلازم ان هتطلع لك نتيجة حتمية لا دي كورة فيها كتير من الاسباب اللي ممكن تدي اللي عليك وفي النهاية فريق تاني يكسب لانك فقدت التركيز او لان انت مقدتش المطلوب وبيرجع يقول للعيبة بس سقتنا فيكو كبيرة دا كان مهم جدا في بقية الرسالة اللي هتسمعوها قصة رجال انا من سنة ونص او سنتين انا اقول لكم ايه اقول لكم احسن مجموعة موجودة في القرر الافريقية انا اقول لكم كلام دا من سنة ونص او سنتين ان انا كنت عارف عارف قدراتكم وعارف انتو ازاي المجموعة دي لما مقفولة كده يعني بنعمل ايه اعتقد كلام دا كان حقيقي دلوقتي ومن انتو افضل ناس موجودة في القرر عشان كده يا رجالة لازم اقول لكم انتخلوا سحد يعني يسرق منكم فرحيتكم والجمهور دا اللي هو بيهتفلكوا دلوقتي بيهتفلكوا دا ليه حق علينا نحنا نفرحوا بقى في اللي جاي الجمهور دا اللي بيهتف النهاردة دا هو ليه حق علينا الجمهور دا يا رجالة هو الشريف معنا وهو السند وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907 الاهلي من 1907 بيمشي بالحب دا بالمجموعة دي هو دا النادي الاهلي هو دا التاريخ الكبير ودا التاريخ اللي هزي تفخروا بيه والناس تفخر كمان لانا هي كانت من النادي الاهلي جمهورنا فخور بدا انه عارف النادي الاهلي يعني كل كم سنة كده ممكن حاجة يعني تعدي يا رجالة دا شيء مهم كل اللي انا عايز انا بص بلو ايه وانا لسه اقول جملة هم بلوها لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس بطولات اللي جاية في بطولات كتير 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 جاية سي نفرح الناس انا بحقيقة بس احنا هزب عنينا ما دي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حقه انا نحن عايز اعلق على كلام دا جدا لكن كمان عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا احنا اصارنا معاكم احنا اصارنا معاكم احنا كنا عايزين فرقة زيكم مجموعة زيكم افراد زيكم كان ياجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع لازم نحتفل بالعشرة لازم نحتفل برونزيل لازم نحتفل بالسوبر لازم نحتفل بيكم وما كانتش فيه وقت التلاح ومدالك الموجود وما كانتش فيه وقت عشان كنا نتحققوا علينا النهاردة ونحن نعملوك احتفالية مكرمكم فيها احتفالية مكرمكم فيها انتم ستستحقوا ده كلنا عايز واسب منكم خلاص الكلس اللي خلص فكروا في اللي جاي فكروا في اسعاد جمهوركم فكروا في كتاب التاريخ ديكو جديد فكروا في ده وانتم تقدروا تعبلوا ده المجموعة دي تقدر تعمل ده كتاب التاريخ جديد ديكو لما ديكو تقدروا تعملو ارفع رأسك انت اهلاوي كلمة الاهل دي كبيرة جدا كبيرة جدا خلاص انتهى نبص لللي جاي رجاء ان شاء الله قريب هنعمل حفل التكريم لحضراتكم بس نشوف الموعيد عشان انا نزبط معادكم نقول لكم موجودين طب منتخب او الانتباطة اللي معنا المحترفين نقدر ان احنا نزبط بس المعادل فيه معادل مناسبة لشعارك حتى مش عفلصة الانتباطات اللي جايتي بشكلها عامل ازاي تاني بقفل ان انا نشكركم واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات وجمهوركم مقدر مجهودكم ماكنوش هو بالشكل ده موضوع خلاص تفكر في اللي جاي بكرة الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفترة اللي جاي ان شاء الله وتقدروا تعمله كتير وان انتو تستحقوا ده وتقدروا تعملوا ده وانتو جوه النادي الاهم ماشي رجالة هزين نقف مع بعض كلنا وننرى الفتحة ونوع من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي بعمل ازاي نوع جمهورنا بيه توقيع رجال الله ياللي بتقول ليه ما تعملتش في قط اللبس عشان دي عشان هذا العهد الذي يقدمه رئيس النادي ولاعبه في لجماهرهم قالوهم مقدرين اللي فات ومستنيين اللي جاي على قدر جمهوركم وعلى قدر ثقة فيهم لازم تفرحوه دي رسائل مهمة جدا 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 وان الفتحة تقارت قدامك وكلك اهو وبعدين ما تنسوش يا جماعة هو لما بيقول اللي فات مقدرين ومخصرين ان احنا ما احتفلناش لضيق الوقت بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كل ده كان لازم نحتفل بيه اسمعوا الكلام والتعداد بالبطولات اللي فات لكن قالوهم ايه بقى مهم اللي جاي انسوا اللي فات تعالوا لتالي ما الجاي ايه هو اللي جاي تلات بطولات كاس واتنين سوبر وربما بإذن الله سوبر رابع يعني فيه سوبر مصر يديم ما تلعبش فيه سوفر افريقي جديد ما تلعبش وفيه السوبر مصر حيتلعب او مش هتلعب ما نعرفش بقى على ضوء الاجتماعات اللي ايه اللي هي هتتعامل يوم الحد يوم الحد هنعرف الدنيا ماشى فيه كاس وفيه سوبر وامتى وازاي وفين والكلام ده حسب برضو اتحاد الكورة عنده تخمة قرارات والتزامات يعني ننتظر يوم الحد إذن فيه بطولات قادمة لابد ان احنا ناعد جمهورنا هنعمل فيها ايه هذا حديث كاشف وهام انتهى بعهد ووعد ملزم بإذن الله يتحقق على ارض الواقع وكانت معاهدة الجنة معاهدة البحر الاحمر الرئيس النادي يقرى الفتحة مع الجهاز واللعيبة على اللي جاي وفي ظهر الجمهور حتى اللقطة حتى المكان فجأة بالصدفة في ظهرهم الجمهور وبيهتف ولما كانت الخطيب قال لهم الجمهور قال لهم بصوا لسه هقولها على الحلوة والمرة معاه هو ده دور جمهور الاهلي وسقط جمهور الاهلي في لعيبته لكن ده يحمل اللعيبة دي مسؤولية كبيرة مش معنى ان احنا كان لازم ان نحتافل بيكم اللي بياخد بطولة واحدة في افريقيا يقدر يحتافل بيها كتير الجيل ده خد بطولتين في سنة واحدة ولما بقول بطولة افريقيا بقول بطولة ده تاريخ مش هتكرر مش هيسا في سنة واللي بيقيس الميزان النسب للبطولات لا الكلام في مجرد الكلام في القياس ده بين بطولة محلية ايا كانت اذا كانت دوري او ميرو ولا بيعيب التناخش ده كلام ده همه همه بيباتوا يعني بيتحكوا على نفسهم يعني ده دوري ابطال افريقيا كل واحد بطل قرته فانك انت تاخد البطولة مرتين بالجيل اللي لم يحتفل بيه يعني دلوقتي الدوري سيد ابرهيم دلوقتي الدوري هام بطولة في العالم نسبت على كده نسبت بقى على كده مش كده بس اللي انا وخد اتنين واربعين مرة ايوه ها بالزبط فهي بيعيدهم الكابتن الخطيب لكن هنحاول وفقا للارتباطات اللي جاية وحسب مواعيد التزامات اللعيبة الدوليين مع المنتخبات واللعيبة الاجانب مع دولهم ان احنا هنحاول نرتب احتفالية كبيرة تليق بكل اللي حققوا هذا الجيل دي كانت مسألة مهمة جدا وكان فيها معاهدة الجونة او معاهدة البحر الاحمر اللي حتفضلوا باذن الله فاكرنا واللي كل لاعب ارى الفتحة مع رئيس النادي والجمهور في ظهره في اللحظة دي يعرف انه دي كانت معاهدة الاهل في الجونة اللي باذن الله تعالى يتبني عليها كتير في الفترة اللي جاية عشان كده هذا الموقف لقى تقدير ناس كتيرة بالذات الناس اللي بتفكر وبتفهم في الرسائل الضمنية المهمة كان الامر واضح لكن كان الغريب انه نقد كبير زي الاساس محمود معروف ما وصلتلوش المسألة ادي احنا شرحنا له وما عرفش ما وصلتلوش للدرجة ان الراجل بيقولك في التليكس بتاعه الكابت محمود الخطيب لم نفهم معنى اجتماعك بلعب الاهلي في ارض الملعب بعد التعادل تلاتة تلاتة مع الجونة معناها ايه معناها ايه جالك المعنى من النقد الرياضي الكبير اللي اساس حسن مستكاو في الشروع قال في التوقيت كانت كلمة محمود الخطيب للعبين بعد خسارة الدوري شجاعة تعد شجاعة وفاهما رفيعا لقيم الرياضة قلتلكم في الاول ايه اللي في الرسالة من قيم الرياضة فقد حقق هؤلاء اللاعبون بطولات مهمة في نفس الموسم ولم يخزلوا نديهم او جمهورهم ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات التي يشارك فيها بالنسبة لستاذ حسن مستكاو شرحها في سطور قليلة بشكل جميل جدا بالنسبة لستاذ محمود معروف انا متوقع انه ما فهماش متوقع يفهم ازاي اه الثقافة مختلفة استاذ محمود معروف دماغه مش هتروح للمعاني دي بس ياريته بعد ما سمع التفسيرات دي كلها تكون وصلت او ينتظر بقى للمستقبل يفهمها نشوف النتيجة لكن عماد متعد واحد من اللي عاشوا اللحظات دي كتير هل وصلت له الرسالة ورأيه فيها ايه نشوف كتنعون الخطيب هو ده دي قمته انا عارفين كومة القدر كتنعون الخطيب كأسطورة من قسطير الناد الاهلي ورئيس الناد الاهلي هو افمع لعيبة واتكلم معها وهو يعني خد قرار ان يبقى في الملعب والكلام يبقى على طول بعد حسب طول الدولة الناد الزمالي والرسال بتاعته هو واضحة وصريحة الناد الاهلي كبير الناد الاهلي سيظل كبير رغم خسور البطولة في مشكلة خالص كبير ببطولاته كبير بلعبته كبير بانجازاته كبير بجماهيره وممكن كالباحون الخطيب أكد ان الناد الاهلي فاز بخمس بطولات وخسر بطولة الدوري ده يعني شيء ممكن يبقى طبيعي في كل القناة من وسط بطولات كتيرة جدا لما طبع من البطولة الناد الاهلي بيرجع بعد كده ويفوز بعدد بطولات كبير جدا الناد الاهلي عنده لعيبة تقدر تكمل المسيرة واللعيبة صراحة أجادت يعني مش بمعنى انه وقعت بطولة لموسم طويل جدا جدا طوع مني وبطولة فخلاص مش نهات العالم فلس لا ده البلبلعات بيحسهم على الاستمرارية ومزيد من البطولات وجهوا يوسمهم رسالة ان انتوا بمور الناد الاهلي في دهركوا واحنا في دهركوا بس انتوا لازم ترجعوا تفراحوا بأمور الناد الاهلي تاني وفي نفس الوقت يعني هي كلها رسالة واصلة للعيبة والجاز الفني والجمهور اتمنى التفايل للناد الاهلي في فترة اللي جاء ان شاء الله ثقافة ابن النادي اللي اعتاد على مثل هذه الامور ويفسرها بهذا التفصيط التفصيط والمصدقية اعم وبيفاهمك يعني كان تأثير الكلام ده ايه باستمرارا ما كان بيعيش هذه الاجواء مهمة جدا جدا انت هتاخد بتاعت الشيخ طه الشيخ طه اسماعيل رأيه شخصيا في اللي حصل للعيبة الاهلي ومنهم ايه نشوف بالنسبة للناد الاهلي اشابة بالعيبة الناد الاهلي العيبة الناد الاهلي في خلال مسلمين ملحومين ببعض فاس ببطلتين افريقيا فاس بالدوري سالفات كاس السوبر كالت كاس العلم ويعني احيان قبل بلاء كبير جدا وبعدين لعب مستمر سنتين متواصلتين والناد الاهلي بلعب في هذه المبارات وده كان كبير جدا على اللاعبين فانا يعني برضو بقى اشيب باللعبين موجود كبير البازلوية بكل الاهيزة والمسؤولين في الناد الاهلي نعم وانا بقول انه انا شخصيا يعني مش زعلان بانه لا يضريني ان انا كذبان اتنين بطولة اتنين واربعين بطولة الدوري عام وبعدين بخسر بطولة مفيش عن شيء طبيعي مش ممكن كله احد هيكسة وعلى طول لكن نتعلم من الاخطاء اللي تمت في هذه الفترة نعم بس ان احنا انتفضاها وندي اهلي شامخ دايما سبق خسر بطولة زيدي بكبرياء والكبير جدا بيقابلها بشكل كويس كرعيبة وكمنغير وكمسؤولين نعم وانا من هؤلاء الناس يعني عندي كبرياء ان انا اه مفيش مشكلة ان احنا نخسرنا بطولة زيدي لكن ان احنا عندنا نعم يلاصيت كبير جدا من البطولات اللي يكفينا واللي شجعنا على ان احنا نقف تاني من جديد ونعيد حساباتنا بالنسبة للبطولة دي بالذات اللي راح هتونك الاهلي يتحدث شيخ طا عن كبرياء النادي الاهلي يتحدث عن الشخصين مش زعلان عندنا بطولات احنا بنزعل لان كاتق سدان البطولة كان ممكن بسهولة ناخدها بعض الظروف الطبيعية بس بعض الظروف الطبيعية كنا اخدناها بسهولة جدا جدا ومن بدري دا كان رأي الشيخ طا لكن كمان رأي النجم العرائي والمحلل العرائي الكبير كابتن ميثم عادل ايه نشوف لماذا الاهلي لم يستطيع مواصلة المنافسة بنفس قوته في افريقيا هو عبدالله هو من وجهة نظري الدور التاخذ من الاهلي بالمصري احنا لما نتكلم عن نادي يلعب كل 72 ساعة مباراة كان يلعب في افريقيا في ادغال افريقيا ويذهب الى اسيا ويلعب وكل هاي المعانات وكل هذا السفر فانت ما تقدر الطالبة يعني ما تقدر الطالبة باكثر من هذا اللي سوا نادي الاهلي نادي الاهلي اليوم الخطيب يعني يمكن قال كلمة كبيرة قال ارفع راسك انت اهلاوي بيما لا يوجد فريقбу في العالم اليوم يستطيع الحصد على كل البطولات او يحصل على كل البطولات اليوم الاهلي لا يضر الاهلي ولا ضير ان يكون منذ المنافسة يحصل على البطولة عن رقم 13 الاهلي عنده 42 بطولة البطولات قادمة كثيرة خزاء ٧ الممتلة الخزاء الممتلة لم انصنع البطولات في الامجال واحل الاهلي في كل تاريخ لكن بالفعل هناك يعنا عوامل معاكسة اثرت عليه الاهلي في مسيرته الدوري أهل من المحقول المنافسك يحصل على 17 إلى 16 ضربة جزاء اليوم في عملية غير جيدة يعيشها التحكيم المصري الفار في مباراة طلاع الجيش يعني الكرة اللي دخلت إلى المرمى يمكن لو كانت هذه الكرة داخل اليوم المنافسة اللي زالت في المرمى صدق ولا مباراة طلاع الجيش طبعا تبقى حتى الجولة الأخيرة وربما لم يتعادل لم تؤثر هذه المباراة تؤثر التأثير نفسي على الفريق الأهلي زين الأهلي عانى ما عاناها من التحكيم في هذا الموسم بالذات عانى بأشياء غير طبيعية زين أمور كثيرة يا أخي أمور كثيرة حفتك بغض النظر عن هذه الأمور بغض النظر عن ما حدث اليوم الأهلي فريق كبير الأهلي يبقى هو العلامة الفارقة في الكرة المصرية الأهلي من أعظم الفرق الموجودة اليوم في العالم الأهلي حقق في تاريخ 142 بطولة البطولات قادمة عند بطولة الكيس كيس مصر ما نختلف كابتن ميتان نعم بطولة السوفر الأفريقي راجل بيعتد تماما من أعظم الفرق الموجودة على مستوى العادي وكمان مستوى بالظروف يعني يقول له لقالي ليه خسر الدوري قال له لا تكلم في فريق ما تحسابلوش 18 ضربة جزاء هالسانبة دي بقى يقول لك ما أكودش عريته يديني 18 ضربه وحسابني زيما أنت عايز بالضبط دهنا الـ 14 الفريق الـ 14 في الحصول على ضربات الجزاء بينما الأكثر تهديفا والأكثر صناعا للفرص بصوا بقى الموقف عامل ازاي من ناحية التحكمية لا المفارقة أنك أنت مش بس تاخد 18 ضربة وأقل فريق تحساب عليه ضربات جزاء فأنت كل العوامل سميها صدفة سميها سوق بغت سميها هي جات كده لكن كل العوامل كان بتؤدي إلى هذه النتيجة والكابتن أحمد شوبير رأيه في موقف الكابتن الخطيب كان مهم رئيس النادي بينزل من المدرجات عشان يقعد مع اللعيبة قدام الناس وعلى الملأ وإنه يحييهم وإنه يشد من أزرهم وإنه يقول لهم كنتوا أبطال وإنه أنتوا عملتم موسم رائع السنادي وإنه أنتوا خدتم بطولات كتيرة جدا السنادي للعيبة يعني أعتقد لقطة هامة جدا 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 من الصعب من النادر أن تجدها لكنه هو الراجل بحس لاعب كرة القدم عارف أن اللعيبة محتاجة في الوقت ده عارف أنه عنده لسه ماتش ببطولة الدور العام عنده كاس مصر عنده البطولة الإفريقية عنده السوبر الإفريقي عنده السوبر المحلي عنده الدوري الجديد والموسم زي ما أنتوا شايفين كلها لضمة في بعضها مشهد رائع لكابتن محمود الخطيب والجماهير كمان جاميري قال لي لم لم يعني تتوقف على الهتاف لفريقها وكأن الأهلي توجه ببطولة الدور العام وده الحقيقة السر اللي عند النادي الأهلي يعني الناس دي الحقيقة يعني على الحلوة والمرة معاه زي ما كانوا بيغنوا فعلا على الحلوة والمرة معاه بيغنوا للنادي الأهلي وكأنه حصل على بطولة الدور العام وبيكلموا على اللي جاي واللعيبة هو يطلع كلهم بيسقفوا لهم وكلهم بيحييهم وكأنهم فيزين بالبطولة ده مشهد مهم جدا بس على اللعبة أنت عيد يعني كلام كابتن شبير يعني والله أنا بس دي أنا بدور على إيدي الوقت على محمد معروف عايز تنط كابتن شبير هو أكد على كل اللي قلناه وده مهم أن الناس يكون فهمت اللقطات وفهمت الرسالة وقدمتها بالشكل اللي إحنا متفقين عليه لكن في لقطة أنا مهتم تيجي هي ملخص ملخص الدور العام اتحكم محمد معروف تقص عايز اللقطة دي طبعا أنا عارف هيقولولك إيه بس أنا برضا حقولهم إيه طب لشوفها محمد معروف هو بيحكم مباراة الزمالك الأخيرة يعني هي كرة بتتلعب والرجل يا كاد يكون عايز يروح يجيبها بص أبا اللي الحاكم يلعب دماغه اتفضل اتفضل لفرحة الحاكم وتفعله مع اللعبة بلعبها معاكم يلا خلصني دا حاكم يا جماعة اللي لابس اسود دا حاكم دا حاكم دا حاكم يا كابتن وجيه دي نطة تانية هو تقالي بالك هي مش مرة ما هو نزل وطلع لأ المرة اللي فتت لما مخداش بن شارقي هو نطة عشان يخدها المرة دي نطة يعني هو الناس فقالت فرحة لا هي مش فرحة هو المشاركة بالمشاعر اه اه هي مش فرحة هو زي ما تكون انت قاعد قدام التلفزيون وكرة تلاقي نفسك بتلعبها اه مهتم بالضبط بص بق ام الضلعة دي بتكشف ايه ام الصفارة بالمشاعر هو شريك اه شريك في المباراة اه شريك يشارك فريق الزمالك اداءه ام مع كل لعبة متراقب الجون ييجي ازاي تفاكر ما ميسر موسيماني قال لي انت في ماتش المحل لما رحت معا اول ماتش ميسر مان والجوزي اه ميسر جوزي جوزي لما خده ماتش اللي هو المحل وفاينال الكاس اول ماتش يحضره اول ماتش اللي هو بعدين قال لي ميسر عد يوكيك ميس سري تايمز اه انا بتفرج مع النادي اللي عايزة تيجي جون بعمل كده هو برضو كده اه يتفرج حيتجنن الكرة دي هتحصل ايه مرة ما جاتش جون ناط برضو اه مرة عايزش البن شرق المدافع اللي عيبها بتاع الانتاك اه واختبال انا عمل كده عايزة لما جات بقى طبعا تفاعل معاه اللقطة دي كشفة هايقولك دي عمالها في الماتش اللي قابليه في البنك هل معنى كده ان دي هبت لا اه انت عارف هو كان عاجل مين يكسب او مين يمكن كان عاجل البنك ياخده البنك ده ويصفر بمشاعب اه وكل اللحوات لما جات الشيء اللي بباله هو تفاعل معاه اه طبعا لذلك لما يكن غريبا ما فعلهم مع النادي الاهلي مرتين دي لقطة اختزلت موسم ها دي لقطة اختزلت موسم موسم صعب وبتفسر لك ماتش المحلة واللي حصل فيه كل حاجة بقى ها وماتش الأخراني برضو واللي حصل شوف هي لقطة مشاعر حكم ها مشاعر حكم بس حتقولولنا بقى بنتكلم مع التحكم الله لقطة اختزلت موسم ولقطة احتوت على كل تفاصيل أصعب المواسم اللي مر بيها النادي الاهلي أهلا بحضركم جديد فعلا ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي طول ما هو باستمرار بيصحح مسيرته بيعترف بقى اخطائه وما بيسكتش عنه حتى هو بيتعصر بيعرف ازاي يحول أي ركام سلبي وحطام إلى وقود للانطلاق وعشان كده الاهلي طوال تاريخه في المية واربعتاشر سنة هناك عظماء كثر أضاءوا طريق النادي الاهلي الاهلي ما تبناش في يوم وليلة وهذا التراكم في القيم والمواقف في كل مناسبة مثلت ما يمكن اعتباره دستور النادي الاهلي دستور أخلاقي ده الكود اللي النادي الاهلي دائما لو نقشته المهندس عدل في حاجة تلاقي كده لا بس الاهلي ما يعملش كده وكان تملك كابتن حسن حمدي ربنا ما يسيب الخير كل ما تناقشه في حاجة لو حس ان هي دي لا تتسخ مع النادي الاهلي يقولك لا بس كده ما نبقاش الاهلي طبعا ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة والله مش حاجات تفاصيل رفايعة مش حاجات ترايفلزة أو ملهاش قيمة لا الحاجات دي فعلا 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 هي أولا بتحطك في مكانة مختلفة وقود زي ما انت بتقول كده الانتصارات وقود انك تبقى رائد وقود ما انت لك رسالة انت النادي الاهلي انت انت مش بس مكسب وخصارة انت لازم تكون ملهم اي با اذا لم تكن ملهما دورك حيضيع اي فاحنا احنا قيمة النادي الاهلي انه يكون ملهما ملهما بايه بقى طبعا بالبطولات طبعا بالمواقف طبعا بالرسائل اللي بيقدمها طبعا بال بانه ازاي اتعامل مع النصر ازاي اتعامل مع الهزيمة لا غرور ولا انكسار حاجات كتير النادي الاهلي ده مدرسة مدرسة عشان كده هناك في تاريخ النادي الاهلي الكثير من الشموع الحمراء كثير من الشموع التي اضاءت طريق ومستقبل ومسار هذا النادي العظيم العملاق وشجرة الحب ايه الرومانسية دي بقى ما هو قسل ضفنا المرات اللي هنتكلم عليه استطاع بذكاء شديد جدا ان يخلد اسمه ومواقفه لانه اشهر قصة حب في حديقة النادي الاهلي الله الراحي العظيم السادة عم منع مواهبي والدكتورة العظيمة الرائدة نفيسة الغامراوي رائدة الرياضة النسائية في مصر اه طبعا وكانت اول جيل لعب بسكتبول في النادي الاهلي وهو كان لعب بسكتبول طبعا طب نستعرض في هذا التقرير بعض جوانب هنقول لك هذا العظيم الذي اضاء الشموع الحمراء عملاق السلة نموذج فذ وعلم من اعلام الرياضة المصرية وشخصية بارزة على المستويين المحلي والدولي انه عبد المنعم وهبي من موليد ثالث من يناير عام 1912 في المنصورة حباه الله بطول فارع جعله يتفوق على اقرانه في مدرسة المنصورة الثانوية واصبح كابتن فريق كرة السلة بها وعندما التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة صار كابتن الفريق بها ايضا قبل الانضمام لصفوف النادي الاهلي في عام 1931 كان عمره وقتها 19 عاما وفي عام 1943 كان عبد المنعم وهبي لاعبا وحكما واداريا لفريق الاولاد والبنات في النادي الاهلي واثناء اشرافه على فريق البنات بالنادي الاهلي اعجب بالانسة نفيسة الغمراوي رائدة الرياضة النسائية توجه بالزواج منها فاحتفل الاهلي ببطليه احتفالا نادرة حيث قام العروسان بغرس شجرة في الركن الشرقي لحديقة النادي الاهلي بجوار ملعب السلة وحملت الشجرة لوحة بتاريخ وذكر الزواج اختير عبد المنعم وهبي لاعبا في متخب مصر لكرة السلة عام 1934 ومثل مصر في دورة برلين الاليمبية عام 1936 قبل ان يعتزل في عام 1947 اتجه بعدها الى التحكيم واسندت اليه عدة مباريات هامة منها نصف نهائي دورة لندن الاليمبية عام 1948 ونهائي دورته لسانكي عام 1952 كما تم اختياره عضوا باللجنة الفنية العليا للاتحاد الدولي ثم سكرتيرا فوكيلا للاتحاد الدولي لكرة السلة وفي عام 1968 تم انتخاب عبد المنعم وهبي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة ليصبح اول عربي ومصري يرأس اتحادا دوليا واعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة مرة ثانية في عام 1972 كما تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة ثم تولى رئاسة اللجنة الاليمبية المصرية عام 1971 قبل ان يترك منصبه بعد تعيينه رئيسا للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ولعب دورا بارزا في تأسيس اتحاد الشركات وتولى منصب وكيل الاتحاد حتى استقال في عام 1971 ظل عبد المنعم وهبي وفيا للاهلي وتم انتخابه عام 1947 عضوا بمجلس ادارته ثم امينا للصندوق ثم وكيلا ورئيسا شرفيا كما عاصر العديد من رؤساء النادي الاهلي حصل عبد المنعم وهبي على الميدالية الفضية لللجنة الاولمبية الدولية عام 1982 كما حصل على وسام الرياضة من الطبقة الاولى وبعد مسيرة عطاء حافلة لاعبا واداريا وحكما رحل عملاق السلة عن دنيا الرياضة والانجازات عام 1988 تاركا سجلا حافلا بتاريخه العظيم سيظل قدوة للاجيال القادمة ككادر من كوادر الاهلي وقياداته الناجحة عبر التاريخ طيب احنا يعني كنا حرصين النهاردة بالذات ان احنا نقول لكم قيمة النادي الاهلي وكيف انه ملهما ورائدا لما نقدم لكم هذا العملاق اللي استعرضنا مسيرته الرياضية ومسيرته الادارية حتى وصل ان يكون رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة دورتين اتنين وسبعين يعني يعني اه تمانية وستين واثنين وسبعين ورئيس اللجنة المنبية المصرية ومناصب عديدة جدا ولكن انا عادي اقول لكم حاجة بسيطة جدا على فكرة ان ان تكون ملهمة في حياتك حتى قصة الحب كيف خلدها رحمة الله عليه عم منع مواهبي والدكتور نفيس الغمراوي فكرة بسيطة لكن عبقرية فيها خلود زرعوا شجرة بمناسبة ارتباطهم وزواجهم شجرة في النادي في النادي هذه الشجرة زلت تنمو وتتدخم وتكبر اهي وتبقى يعني ملتقى اكبار الاعضاء لا ارشيف تخليد رموز النادي الاه كل دول كل واحد طيب لغير الاعضاء يا جماعة دي شجرة موجودة في قدام حديقة راتب الحديقة التاريخية او الصالة التاريخية للنادي الاه صالة راتب شوفوا الشجرة اللي المون سعد اللي بيقول لكم ازاي تحولت الى شجرة تاريخية لدرجة ان كبار الاعضاء من النادي اللي هم اعتادوا الجلوس في هذه الحديقة بقى بيوثقوا ويقرخوا لاي حد منهم يتوفاه الله تلاقي فيه لوحة نحاسية بتحمل اسمه وتاريخ وفاته وكأنهم بيستأنسوا باسمه معاهم على طول عشان كده دي ربما كانت شجرة الخالدين لان هي مفيش اخلد من سيرة نفيسة الغمراوي رائدة الرياضة النسائية في مصر تمتخيلين ان النادي الاه بيرقيه وبقيمته اول من يفتح ملاعبه للمرأة للممارسة الرياضة فتكون الدكتورة نفيسة الغمراوي رائدة الرياضة النسائية في مصر رائدة كليات التربية الرياضية النسائية في مصر هي المؤسسة لها شوفوا بقى قيمة النادي الآلي وتاريخ وتراث النادي الآلي الرياضي مش بس الأستاذ عبد منع موها بيوصل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة لا الدكتورة نفيسة الغمراوي وزيما المهندس عادلي قال تحولت هذه الشجرة بشمهندس إلى شجرة الحب التاريخية تاريخية وبعدين هو كمان خد وكالة شرفية ورئاسة شرفية في النادي الآلي وأنا شرفت من فترة اللي كان وكيلا شرفية للنادي الآلي من ستة وسبعين لثمانية وتمانين لثمانين كان هو في هذه الفترة وكان يحضر معنا جلسات مجلس الإدارة ويعني إحنا نعتبر لكي أو محظوظين جيلنا إن إحنا اندمجنا مع عظماء وعلمونا الإدارة وعلمونا الطموح وعلمونا إنكار الزات وعلمونا كيف نحب الآلي ومحدش فينا كان بيعمل حاجة عشان لا يبقى بطل ولا يبقى مشهور ولا يبقى يعني عشان كده بقولك إحنا مش هنزايد على بعض بحب النادي الآلي كل واحد يحب النادي الآلي ويقدم النادي الآلي ما يريده وما ليش دعف غيره إحنا مش في مجال المقارنات ولا في مجال هو الجمهور حيهتف لمين ولا يعلق على مين أبدا إنكار الزات والآلي فوق الجميع كانت حقيقة يمارسها كل من أحب النادي الآلي في هذه الفترات ونحاول أن نتمسك بها ونقلها إلى الأجيال التالية التالية وده التملل اللي بجاهد فيه وبتكلم فيه كتير يمكن أهم من البطلات وده اللي بتتنقل أجيال الأهلي جيلا بعد جيل ومن تجربة إلى تجربة تبقى دائما وأبدا الناقل الدائم لتراس الأهلي عبر التاريخ وعبر كل العصور منذ نشآتها هي دائما مجلتنا مجلة الأهلي اليوم ومن أربعين سنة وده الرابط الدائم لتاريخ النادي الأهلي بين كل العصور منذ نشآت المجلة في مارس أربعة وسبعين مجلة الأهلي اليوم وعقب إخفاق الفريق في الاحتفاظ ببطولة الدوري كان هذا العدد الذي ربما بين أيديكم اليوم ده الأعداد التاريخية لكن عدد النهاردة يتحدث عن الصفقات المهمة التي أبرامها النادي الأهلي ويتحدث عن معاهدة الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين اللقطة التاريخية اللي شفتوها النهاردة للكابتن الخطيب مع اللاعبين هي صورة الغلاف بوعد وعهد القادم أفضل للأهلي أو القادم أقوى بإذن الله والمنشط صفقات من العيار الثقيل في الآلي ثم كلام ارفع راسك أنت أهلاوي وكابتن الخطيب في تأكيده لللاعبين على جدرتكم بالاحتفال بكم وفي العدد موضوع مهم جدا على صفحاتها بالحقائق نكشف الفار والعار وانحراف المسار وكيف أن تقنية الفيديو أو تقنية حكم الفار بعد ما كان الهدف منها إزاي نقدر نحافظ على العدالة في الملاعب وإزاي ندي كل فريح حقه انحراف الفار عن المسار فكانت هذه النهاية لهذه البطولة ده عدد اليوم لكن استعراض عدد الأهلي من أربعين سنة هو مجلتنا من أربعين سنة مجلة الأهلي وتحديدا في عددها الذي يحمل الرقم مائتين وثمانية وسبعين بتاريخ الحادي والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين جاء عنوانه الرئيسي الخطيب الموهوب قاد فريق مصر إلى النصر الكبير حيث نشرت مجلة الغراء صورة كبيرة للخطيب الخطير اللاعب الفنان الذي قاد منتخب مصر إلى النصر في مباراة الثأر مع كينيا كما أبرزت المجلة انتهاء مشكلة مدير الكرة بالنادي الأهلي بقبول حسن حمدي وزير الدفاع للمهمة وعلى صفحاتها الداخلية وتحديدا في الصفحة الثالثة كان الحديث عن إصدال السطار عن نهاية سعيدة لمشكلة مدير الكرة بالنادي الأهلي حيث أكدت أن حسن حمدي سيقدم مقترحاته للمجلس الأحد القادم والتي تتقيد بلوائح النادي وتحفظ للمدير استقلاله التام كما أشارت المجلة إلى أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي باقي كما هو مع إضافة اسم أو اثنين كاحتياطي وفي الصفحة السادسة تقييم لرحلة هديكاتي مع الأهلي حيث أكدت أنه خلال تواجد المدرب المجري في مصر نقلت عنه الأندية كل جديد قدمه في التدريب والخطط كما أشار التقرير إلى أن النادي الأهلي تحت قيادة هديكاتي قادر على التتويج بلقب الدور خمس سنوات أخرى وأن مشكلته في الموسم القادم وفرة عدد الناشئين الجاهزين للعب مع الفريق الأول وكشف المدرب المجري عن اتفاقه مع المايسترو صالح سليم المشف العام على الفريق وقتها على تغيير طريقة اللعب وفند هديكاتي أسباب تفوق الأهلي في السنوات الماضية وأسباب تفاؤله المواسم القادمة وعلى صفحتين كاملتين أفردت المجلة حوار الأربع ساعات مع نجم خط دفاع النادي الأهلي فتح مبروك حيث أكد فتح مبروك أن دفاع الأهلي صور الصين العظيم وأنه بالإصرار والعزيمة تصنع المعجزات وتطرق نجم خط دفاع الأهلي إلى الحديث عن زملائه قائلا ثابت البطل مذيع من الدرجة الأولى وصدق من وصف الخطيب بالخطير وفي الصفحة الثانية عشرة كتب عدل القيعي بيانات البطاقة الشخصية لجمال جودة تحت عنوان فيلسوف يبحث عن الفرصة وقال القيعي في مقالته إنه تابع اللاعب عن قرب وإنه أثار فضولة ليقرر اقتحام صمت نجم منتخب الناشئين في عام 1975 وكشف جمال جودة أن الراحل صالح سليم هو مكتشفه من خلال بطولة سوداسيات أقيمت بين أحياء القاهرة المختلفة لذلك يعتبر مثل الأعلى داخل الملعب وخارجه شوف المجلة دي بتسير شجور ذكريات طبعا يعني لقطة جمال جودة ده واحد من أكتر لعبة اللي زعلته إنه ماشي من نادي الأهلي لأنه كانت موهبته متوهجة جدا والوحيد لكابتن صالح سليم رشحه من خلال كان بيجري يشوف تفرج على الاختبارات اللي في الأحياء بنفسه وعجبه ولكن لما جاء الرحمة الله عليه الحج سيد متولي وطلبه من نادي الأهلي وقتها كان لسه هو ناشئ والأهلي كان مكتز بالمواهب بتساني كنت شاف حيعمل إيه وأعتقد أن مسيرته في النادي المصري أثباتت هذا يعني واحد من أهم الهدفين يمكن في تاريخ الكرة المصرية لكن كمان هيدو كوتي والمشاور عليه واسمه بالمناسبة هيدا كوتي بالمجري يعني البقر العميق واحد من أهم المداربي اللي جون في تاريخ مصر واللي طوروا الكرة مش بس في نال اللي قالي يمكن الكرة في مصر هرجع لك على تجربة الكابتن حسن حمدي مع اللواح بس الحياة اللي لفت نظري أن غلاف الأهلي النهاردة وهو بيحمل صورة الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبة في معاهدة الجونة ومعاهدة البحر الأحمر غلاف الأهلي في 79 في مثل هذا اليوم عام 79 كان صورة الغلافة عن الكابتن محمود الخطيب لكن الخطيب الموهوب اللي قاد منتخب مصر للثقر من كينيا فهكذا كان الكابتن محمود الخطيب اللاعب وهكذا الصورة ايه ربا العلوان اللي فوقي اخيرا انتهت مشكلة مدير الكرة حسن حمدي وفق على قبول المهم ايه الموضوع بقى ده موضوع لذيذ جدا وطريف جدا يلا الكابتن صالح كان في الدورة اللي قابليها مقدم استقالته اثر مشكلة كبيرة مع المجلس ايه انا يعني نزلنا الانتخابات يعني هو اول دورة لم يوفق كابتن صالح وانا لحقيقة كده في اللحظات الاخيرة دخلت المجلس فحضرت من جوة بقى ايه واحنا عايزين يجيبوا مدير كرة فقالوا ايه عشان نهي بقى الخلافات وكل حاجة ما نجيب الكابتن صالح ومش هلليق عسن منه فتم اختيار الكابتن صالح مديرا للكرة ولكن الكابتن صالح كان عايز يحط اساس لعمل مدير كرة بصلاحيات وبميزانية مستقلة نفس الفكر اللي الاحتراق بيطالب بيه شو من امتى بقى ايه وقدم مسودة بهذه الطلبات ام انه يبقى له ميزانية مستقلة وانه يستقل بكده ويبقى له صلاحيات اترافضت ام هم ما توفيش وحابه يعني ينقشوه فيها هو صمم وهم قال له مش هنقدر ادهلك بالشكل ده اعتذر فراح كمال بيحافظ اقنع الكابتن حسن حمدي اللي معرفوش الكابتن رحمة الله عليه بقى كمال حافظ ان الكابتن حسن حمدي التقى بالكابتن صالح سليم وتناقشه في الرؤية وخد الكور خد اللي طالبه الكابتن صالح ودخل بيه المجلس فوافقوله فبعد ما المنقشة نقعد بقى عدو في المجلس قاعدين بنتناقشو كابتن حسن حمدي فانا قاعد عامل كده خافيت رفض الكلام ده فايه لقيتهم وفقوا للكابتن حسن عالطلبات دي فروحت انا بقى عملت ازاي الله مش دي الطلبات اللي رفضتوها لكابتن صالح الكابتن حسن مات متضحق وشح لغاية دلوقت لما بيذكر الراقعة دي بيدحك كتير وشح مرو بقى يضحك هو ضحك على الله مش دي كانت لانه عارف ان هي دي الطلبات اخذلك تقريبا يعني هو عدل عليها حاجات هو بتخصه لكن هي كانت الاساس اللي الكابتن حسن حمدي كأول مدير كرة يضع لوائح لكل شيء مالية وإدارية وجزائية وبدأنا مرحلة العمل المنظم جدا الذي أدى اليوم الى تطبيق الاحتراف بشكل سليم و السلامة المالية والشركات التي تدير كرة القدم وهو هوه دي كانت نقطة مهمة جدا لانه دي بداية يعني يذكر دايما وابدا للكابتن حسن حمدي انه ربما كان اهم مدير كرة في تاريخ كرة القدم في النادي الالي نظم اللوائح ووضع ليها ضوابط حقيقية اتبان عليها كل اللي انتو وصلتوله النهاردة ده كان ختم حلقة اليوم اللي حاولنا فيها قدر الامكان نقول لكم ارفع راسك انت اهلاوي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التسعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله اسبوع لخير اشتركوا في القناة